الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب الفكه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف احمد عيسى عاشور الناشر مكتبة القرآن بنصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم محمد المهدي الغمري مقدمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وهاديا بالحائرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ولنابيع الرحمة والصفوة من المؤمنين الصادقين أم نبع فإن الاشتغال بالعلم من علامة السعادة ودلائل المجابة لا سيما إذا أوصلك إلى الله وقربك من رضاه وحال بينك وبين غضبه وسوء عقابه وإن من أفضل العلوم وأعلاها قدرا وأجلها نفعا وأكثرها بركة علم الفقه ومعرفة الأحكام إذ بهذا العلم تعرف الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والصالح من الطالح والصحيح من العبادة والفاسد منها والمعاملة السليلة من غيرها فتعبد ربك على علم وتتقرب إليه على بصيرة وتتصل بالناس على هداية وتعاملهم لما تحب أن يعاملوك به وإذا وصلت إلى هذا القدر من العلم والفهم اطمأن قلبك إلى عملك وحسن عبادتك وأرحت نفسك من عناء الجه ووسوسة الشيطان وسلكت طريق المهتدين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واعلم أن الأمة أن الأئمة رضي الله عنهم كلهم على خير فإنهم جميعا الرسول الله ممتمس ولا نفرق بين أحد منهم إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض كما فضل بعض النبيين على بعض ونحن طلاب الحقائق مطالبون بالأخذ بأحسنها والبحث عن أفضلها ليعمى نفع بها ويكثر طلابها ولما كان مذهب الشافعي رضي الله عنه كذلك عولت على الأخذ به والتمسك بمباذئه فإنهم أعدل المذاهب وأسهلها وأقربها إلى الفهم بشهادة العدول وأصحاب الفضل والعقول قال الإمام العلامة محي السنة وناصر الحق أبو شامة الشافعي رحمه الله في رسالته مختصر كتاب المؤمن ما نصه قد كان من نظر من الأئمة المجتهدين قائلين بمشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق وهم في ذلك متفاضلون فمنهم المحكم العلم الكتاب ومنهم قائم بأمر السنة ومنهم مبرز في العربية ومنهم ممع في استنباط الأحكام وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك فكان أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفكه المؤسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عاشور الناشر مكتبة القرآن بنصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم محمد المهدي الغنري مقدمة الحمد لله الذي هدانا لهذا جمع النسب الطاهر والعلم الباهر وكثرة المآثر وجل المفاخر فكان فيه من المناقب والفضائل ما فرق في كثير من الأئمة الأفاضل وشهد له بذلك من كل فن سادة أناثل قال المزني سمعت الشافعية يقول حفظت القرآن وأنا بن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا بن عشر وأنا بن عشر وقال يونس بن عبد الأعلى كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل وقال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان كان سفيان بن عينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي وقال سنوها سمعت أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي يقول كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعده لعطاء بن رباح وبعده لعبد الله بن جويج وبعده لمسلم بن خالد وبعده لسعيد بن سالم وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب قال ابن مهدي سمعت مالكا يقول ما يأتي لي قراشي أفهم من هذا الفتع يعني الشافعي قال أبو عبيد بن سلام ما رأيت قط أعقل ولا أروع ولا أفصح من الشافعي قال هلال بن العلاء الزقي أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال قال إسحاق بن راهوي لقياني أحمد بن حنبل بمكة فقال تعانى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأروني الشافعي قال فتناظرنا في الحديث فلم أر أعلم منه ثم تناظرنا في الفقه فلم أر أفقه منه ثم تناظرنا في القرآن فلم أر أقرأ منه ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة وما رأت عيناي مثله قط قال فلما فارقناه أخبرني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد أوتي فهما في القرآن قال أحمد بن حنبل كان الفقهاء والمحدثون الصيادلة فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثله وقال إن الله يقيد للناس في رأس كل مئة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي وقال إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما وقال أحمد كلام الشافعي في اللغة حجة وقال أبو عثمان المازني الشافعي عندنا حجة في النحو وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد كان الشافعي من عادن الفقه وجهابدة الألفاظ ونقاد المعاني قال الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا ومنقله كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات العديدة انتهى كلام أبو شامة هذا وقد اخترت من بين هذه الكتب المؤلفة في فقه الشافعية كتاب كفاية الأخياف للإمام تقي الدين أبي محمد الحسيني الحصني الدمشقي من علماء القرن التاسع الهجري تصفحت هذا الكتاب فأعجبني منه حسن عبارته وحلاوة أسلوبه ومتانة مادته وتحري أحكامه التي اعتمد فيها الشيخ رحمه الله على الكتاب والسنة وإجماع الأمة فطالعته مرات وهذبت فيه بعض العبارات ليكون سهل التناول واضح المعنى لا التواء فيه ولا تعقيد وزدت فيه ما لا بد منه ولا غنى عنه لإتمام الفائدة ورجاء الثواب كما حدثت منه ما يمكن الاستغناء عنه اختصارا مع لقاء الجوهر المفيد ولقد زدت في هذه الطبعة بيانا عن حكم تشريح الميت ورأي العلماء فيه كما زدت فيها حكم التأمين على الحياة ورأي الفقهاء فيه وقد سميته الفقه الميسر وجعلته شاملا للعبادات والمعاملات نظرا الى ان المعاملات من الاحكام الشرعية التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها اذ الحاجة اليها لا تقل عن الحاجة الى معرفة احكام العبادة بل قد تزيد اذ العبادة تتعلق بالشخص نسه وثمرتها تعود عليه وحده اما المعاملات فثمرتها تعود عليه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه ولذا كان بحث المعاملات وبيان احكامها من مهمات الدين الاسلامي والذي اعتنى بها قديما وحديثا الفقهاء والباحث من اجل ذلك وانيت بهذا البحث وفصلته على قدر الطاقة لأقدمه كما قدمت بحث العبادات فجاء في ترتيب منسق واعداد مرتب مع سهولة العبارة ووضوح المعاني وتجلية الاحكام معتمدا في بيانها على الكتاب والسنة واجماع الامة والله اسأل ان ينفع به العباد ويصلح به الفساد وان يجعله في صالح عملي وتجديدا لذكري وان يتقبله مني فهو نعم المولى ونعم النصير احمد عيسى عاشور قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الايجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر الى يوم الميعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وانزله في كتابه وارسل به سيد العباد فاوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله واتباعه صلاة زكية بلا نفاذ انذا فان الانفس الزكية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية ومن جملتها معرفة الفروع الفكهية لان به تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية وناهيت بالفكه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رواه الشيخان وقوله ما عبد الله بشيء افضل من فكه في الدين رواه الترمذي وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر رواه احمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الايمان بسند صحيح قال عطاء الذكر هو مجالس الحلال والحرام كيف تشتري كيف تبيع وتصلي وتصوم وتحج وتنكه وتطلق وأشباه ذلك وقال سفيان بن عيينة لم يؤطى أحد بعد سمعت أحمد بن محمد ابن بنتي الشافعي يقول كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعده لعطاء بن رباح وبعده لعبد الله بن جويج وبعده لمسلم بن خالد وبعده لسعيد بن سالم وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب قال ابن مهدي سمعت مالكا يقول ما يأتي لي قراشي أفهم من هذا الفتا يعني الشافعي قال أبو عبيد بن سلام ما رأيت قط أعقل ولا أروع ولا أفصح من الفع على الأقران والمال والجاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح العرف الرائحة مطلقة وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف أجوه الناس إليه فليتذوأ مقعده من النار رواه الترمذي واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم وهممهم وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدور الكبار وهذا يقنع بما يلد في غاية الاختصار ثم هذا القانع صنفان أحدهما ذوعيان قد غلبه الكد والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق والثاني مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعي الحاجة إليه وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير فإنه رجاء الراجين وجابر الضعفاء والمنكسرين ورسمت كتابي هذا بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار وأسأل الله العظيم العفو عني وعن أحبابي من مكره وغضبه وعذاب النار إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير عنوان العبادات الطهارة تعريفها الطهارة في اللغة النظافة تقول طهرت الثوب أين الضفته وفي الشر رفع الحدث وإزالة النجس المطهر المطهر أربعة أشياء ماء وتراب ودابغ وتخلل فالماء للطهارة من الحدث والخبث والطراب للتيمن ونجاسة الكلب والخنزير والدابغ لطهارة جلد الميتة والتخلل لتطهير الخمر المياه التي يجوز بها التطهير المياه التي يجوز بها التطهير سبعة مياه ماء السماء خوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء اللي يطهركم به سورة الأنفال آية 11 وماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته رواه الشيخاء والترمذي وابن حبان وماء البئر لحديث سهل قالوا يا رسول الله إنك تتوضع من بئر بضاعة وفيها ما ينجى الناس والحائض والجنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الترمذي وصححة وأحمد وماء النهر وماء العين في معناه ماء الثلج والبرد لحديث أبي هريعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان أقسام المياه تنقسم المياه إلى خمسة أقسام ماء مطلق هامش الماء المطلق هو ما اتفق عليه في عرف أهل الشر ما اتفق عليه في عرف أهل الشر اسم ماء بنا قيد فيخرج الماء المستعمل حيث لا يطلق عليه اسم الماء في عرف أهل الشر ولذلك يخرج ماء الورد والعصير حيث لا يطلق عليهما اسم الماء مطلقا انظر تحفة المحتاج شرح المنهاج واحد على ستة وستين إلى تمانية وستين وشرح المحلة على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة واحد على تمنتاشر هامش صفح التسعة ماء مطلق وهو طاهر في نفسه مطاهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس غير مكروه استعماله وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه رقم اثنين ماء مشمس هامش الماء المشمس هو الماء الذي أثر فيه الشمس تأثيرا بارغا وذلك إنما يكون في قطر حاف ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد انظر حاشيتي القليوبي وعميرة على شرح المحلة واحد على ساعة عشر والمجموع واحد على سبع تمانين وتحفة المحتاج واحد على أربع سبعين ماء مشمس وهو طاهر في نفسه مطاهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه مكروه استعماله لما روى الشافعي عن عمر أنه يورث البرص هامش هذا الأثر الموقوف على عمر رواه الشافعي وفي إسناده صدقه ابن عبد الله وهو ضعيف وإبراهيم بن أبي يحيى وهو مختلف فيه ولذلك قال الشافعي لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب قال النووي هذا ما نعتقده موافقين لأبي حنيفة ومالك وأحمد والحديث فيه رواه الدار قطني وابن عدي في الكامل عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخمت ماء في الشمس فقال لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو قال في حقه بن عدي كان يضع الحديث وتابعه وهب بن وهب قال وهو أشر منه وتابعهما الهيثم بن عدي رواه الدار قطني والهيثم كذبه بن معين والخلاصة أن الروايات في أن الماء المشمس يورث البرص ضعيفة كلها ولذلك قال العقيري لا يصح فيه حديث مسند وإنما هو شيء روي من قول عمر لكن روى الدار قطني بسنده عن عمر فقال لا تغتزلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص وفي إسناده إسماعيل بن عياش لكنه صدوق فيما يرويه عن الشاميين وتابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجه بن حبان في الثقات وعلى ضوء هذا لم يثبت فيه حديث مرفوع فيكون الواجح في الماء المشمس هو عدم الكراهة إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها باعتبار أن الشرع منع الإنسان عن تناول كل ما فيه ضرر والله أعلم راجع الأمة للشافعي طبعة دار الشعب واحد على ثلاثة وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر واحد على عشرين على ثلاثة وعشرين والمجموع واحد على سبعة وثمانين إلى ثمان ثمانين ونصب الراية واحد على مئة وواحد انتهى الهامش وقيدت الكراهة بشيئين أحدهما أن يكون التشميس في الأوان المنطبعة كالمحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجهنا ومنها يتولد البرص ثانهما أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في موضوع أقسام المياه رقم ثلاثة ماء مستعمل وهو ماء استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه هامش لم يرد في كل الروايات خلق الله كما قال الحافظ ابن حجر ونفذ الحديث هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه رواه ابن ماجة والدار قطني والطبراني وفي إسنادهم رشدين بن سعد وهو متروك قال الدار قطني لا يثبت هذا الحديث ولذلك قال الشافعي رحمه الله ما قلت إن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قول العام لا أعلم بينهم خلافا فالحديث مع هذا باستثناء ضعيف باتفاق المحدثين كما قال النووي لكن الحكم ثبت بالإجماع والله أعلم انظر المجموع واحد على مئة وعشرة وتلخيص الحبير واحد على أربعة عشر إلى خمسة عشر ونصب الراية واحد على أربعة وتسعين إلى خمس وتسعين وسبل السلام واحد على ثمانية عشرة ونيل الأوطار واحد على أربع وخمسين انتهى الهامش وفي رواية لابن ماجة أو لونة والخلاف في أنه مطهر المذهب أنه غير مطهر لأن الصحابة رضي الله عنه مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ولو كان ذلك سائغا لفعلوه وقال بعض العلماء الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ذيحه أو لونه أو طعمه وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يكيدون يقتتلون على ما تساقط من وضوءه صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتبركون به والتبرك يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك فالماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور رقم أربعة ماء متغير بما خالطه من الطاهرات هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره إن كان تغيره بالمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه وكان مستغنيا عنه أما إذا كان التغيير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره وكذا المتغير بطول المكس فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ولا فرق في التغيير الحسي في التغيير الحسي أو المعنوي كالتغير بما يوافق الماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة فإن نقدره بذر رائحة ولو تغير الماء بالملح فإن كان جباليا سلب طهورية الماء فلا لأن الملح غيرا جبلي أصله ماء هامش يزاد على وجه حيث فيه ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه أولها لا يؤثر الملح مطلقا ثانيها يؤثر مطلقا ثالثها يؤثر إذا كان الملح جبليا ولا يؤثر إذا كان مائيا انتهى الهامش رقم خمسة ماء حلت فيه نجاسة وهو ينقسم إلى قسمين قليل وكثير فالماء القليل ينجس بملاقات النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا أخذا من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث رواه أحمد وابن حبان في صحيحة والدار قطمي والبيهقي والحاكم دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان كلتين لم يحمل الخبث رواه أحمد وابن حبان في صحيحة والدار قطمي والبيهقي والحاكم دل الحديث بمفهومه على أنهم إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة وأما الماء الكثير وهو قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا الحديث والقلتان مقدرتان بقلال هجر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين بقلال هجر لن ينجسه شيء قدرهما الشافعي بخمس قرب تقريبا وقدرهما بالمساحة ذراع وربح طولا وعرضا وعمقا الروضة واحد على تسعة عشر واخترى جناعة منهم منهم الروياني والغزالي والبيضاوي أن الماء القليل كالكثير لا ينجس إلا بالتغير وهو قوي من حيث الدليل والنظر لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة منطوق وهي أرجح من دلالة المفهوم ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وسواء كان مستغنا عنه أم لا لغلظ أمر النجاسة بخلاف ما مر بخلاف ما مر في التغير بالطاهر ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقصع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهراء وأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بملاقات النجس بالغا ما بلى تغير أم لم يتغير والفرق بينه وبين المائعات أنه لا يشق حفظها من النجس بخلاف الماء هامش عندها واختار جماعة منهم الروياني والغزالي والبيضاوي يقول الهامش الصحيح حذف والغزالي والبيضاوي لأنهما مع جمهور الشافعية في أن القليل ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير انظر الغاية القصوى للبيضاوي واحد على اثنين وثلاثة والوسيط للغزالي مخطوط الدار قاف اثنين ألف وواجع الزوضة واحد على عشرين حيث لم يذكر من الأصحاب القائلين بهذا الرأي إلا الغياني انتهى الهامش عنوان حكم السؤر السؤر هو ما بقي في الإناء من الماء بعد شرب الحيوان أو الإنسان وهو أنواع منها رقم واحد سؤر الآدمي وهو طاهر لقوله تعالى ولقد كررنا بني آدم سورة الإسراء آية رقم سبعة آية رقم سبعين ومن تكريه طهارته حيا وميتا وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس من سورة التوبة آية رقم ثمان وعشرين فالنراد نجاسة الاعتقاد لخبث باطنهم وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم رقم اثنين سؤر الحيوان لأنه مطاهر في حال حياته سواء كان مأكولا لحم أو غير مأكول إلا الكلب والخنزير لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع أخرجه الشافعي والدار قطني والبيهقي وعن يحيى بن سعد أن عمر خرج في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا رواه مالك ولقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد سئل عن شربها من الإناء إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح وصححه البخاري وغيره وأما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه أحمد ومسلم وأما سؤر الخنزير فهو نجس لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه ربس آية 145 من صورة الأنعام والربس النجس عنوان جلود الميتة تطهر جلود الميتة بالدباغ هامش الدباغ كما قال النووي وغيره نزع فضوله بحريف كالقرض والعفص والشب أي إزالة ما على الجل من فضمات بشيء شديد القوة في الإزالة انظر شرح المحلى على المنهاج واحد على 73 انتهى الهامش تطهر جلود الميتة بالدباغ سواء في ذلك مأقول اللحم وغيره لحديث ميمونة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه الشيخان والإهاب الجلد ويحصل الدباغ بالشب والقرض وقشور الرمان والعفص والملح ونحو ذلك ويتحقق الدبغ بنزع فضلات الجلد وتطييبه بحيث لو نقع في الماء لم يعود إليه الفساد والنتم ويجب غسله بعد الدبغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح وأما جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ لأنهما نجسان في حال الحياة والدبغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت وإذا كانت الحياة لم تفدهما الطهارة فأولى أن لا يفيدهم الدباغ عنوان عظم الميتة وشعرها الميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه الذبح وحكمها أنها نبسة بجميع أجزائها من لحم وجلد وعظم وشعر لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة آية رحم ثلاثة من سورة المائدة وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته ولقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس آية 145 من سورة الأنعام والرجس النجس والضمير في قوله فإنهم يعود على المذكور ومنه الميتة ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الميتة والصوف والوبر والريش كالشعر وقيل إن الشعر لا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة بدليل أنه إذا قطع من الحيوان لا يحس ولا يألم ولخوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بنسك جلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل رواه الدار قطني والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس لخبر ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم وصححة على شرط الشيخين فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس أما الشعر والصوف والريش والوبر من المأكول فطاهر بالإجماع قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا إلى حين آية رقم 80 من سورة النحل وهو محمول على ما إذا أخذ بعد ذبحها أو في حال حياتها على ما هو المعهود ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارتها لأن الأصل الطهارة وقد شككنا في النجاسة والأصل عدمها أما شعر الآدمي فطاهر سواء انفصل منه في حال حياته أو بعد موته لقوله تعالى وَلَغَدِ كَرْضَمْنَا بَنِي آدَمَ آية رقم 70 من سورة الإسراء وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس آية رقم 28 من سورة التوبة فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان عنوان استعمال أوان الذهب والفضة يحرم استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب على الرجال والنساء لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه مسلم وفي رواية أن الذي يأكل أو يشرب الحديث وكلمة نار في الحديث يجوز رفعها ونصبها ومعناه على الأول أن النار تصوت في جوفه ومعناه على الثاني وهو الأفصح أن الشارب أن الشارب يلقى النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهي الصوت لتردده في حلقه عافان الله منها ومن كل فعل يقربنا إليها وكما يحرم الاستعمال في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة إلى أن قال ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد انتهى بتصرف وكذلك يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوان الذهب والفضة وكذا يحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له ولأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام ويحرم على الصائغ صنعة هذه الأواني ولا يستحق عليها أجرة لأن فعله معصية ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه هامش الفرق بينها صحيحة ومكسورة ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من الحكام والإناء المضبب بالفضة لقصد الزينة يحرم استعماله واتخاذه سواء كانت الضبة كبيرة أم صغيرة أما إذا كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قدم صدع فسلسله بفضة أي شده بخيط من فضة قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب مطلقا عنوان السواك السواك هو استعمال عود من أراك أو نحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه وهو سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح ويستحب في كل حال ويتأكد استحبابه في مواضع أخم واحد عند تغير الفم من نحو رائحة كريهة كالثوم والبصل وغيرهما اثنان عند القيام من النوم لما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشو صفاه أن يدلكه بالسواك وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك ثلاثة عند القيام إلى الصلاة لقولي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الشيخان وروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك رواه أبو نعيم بإسناد الرجاله ثقات ورواه الدار قطني والديلمي في مسند الفردوس رقم أربعة عند الوضوء لقولي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه النسائي وابن ماجة رقم خمسة عند قراءة القرآن لأنه إذا طلب طهارة الفم ونظافته للصلاة وهي مجتملة على القراءة فأولى إذا كان ذلك للقراءة الخالصة ويحصل الاستياك بكل خشن مزيل والأراك أولى لأنه يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويقوّل هضم ويدر البول وينظف الفم ويرضي الرب ويبطئ الشيب ويصف الخلقة ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند الموت ويستحب في السواك غسله قبل الاستياك وبعده وأن يكون بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه وكراسي أدراسه وأن يكون طوله قدر شبر لثبوت ذلك في السنة ومن لا أسنان له يستاك بإصبعه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أي أسنانه أي أستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل إصبعه في فيه رواه الطبراني عنوان الوضوء هامش الوضوء لغة للنظافة لأن أصله من الوضاءة وهي النظارة والحسن وشرعاً استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بالنية وخصة هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا فالمؤمن حين يغسل هذه الأعضاء استعداداً للقاء ربه فالأولى به أن يمنعها من رجس الذنوب وأيضاً أن الوضوء يكفر الصغائر التي ترتكبها هذه الأعضاء فهذا رحمة من الحكيم الخبير ثم الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وبضمها الفعل انظروا قاموس المحيط واحد على ثلاثة وثلاثين والمصباح المنير اثنان على ثلاثمائة تسعة وثلاثين مادة وضوء المهموز وشرح المحلة مع حاشيتي القليوبي وعميرة واحد على أربع وأربعين انتهى الهامش للوضوء شروط وفرود وسنن ومبطلات شروطه هامش الشرط لغة إلزام الشيء والتزامه كما في القاموس وفي اصطلاح الفقه ما يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولا عدمه انظروا الإحكام في أصول الأحكام واحد على مئة انتهى الهامش أما شروطه التي لا يصح إلا بها فالإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ الحائل دون وصول الماء إلى البشرة وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق صاحب الضرورات كالمستحاضة ومن به سلس البول والريح فإن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة أو طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فروضه هامش الفرض روة التقدير وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يذن شرعا تاركه قصدا مطلقا وعلى هذا فهو والواجب مترادفان عند الجنهور وقال الحنفية الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب هو ما ثبت بدليل ضني انظر تصيل ذلك في شرحي الآسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي واحد على عشرة آلاف واحد واربعين والأحكام للآمدي واحد على أربع وسبعين انتهى الهامش أما فروضهم فستة أشياء أحدها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه الشيخان ووقت النية عند غسل أول جزء من الوجه يقصد بها رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فرض الغضوء ثانيها غسل الوجه لقوله تعالى فغسلوا وجوهكم آية رقم ستة من سورة المائدة وحد الوجه طولا من منبت الشعر إلى منتهى الذق وعرضا من الأذن إلى الأذن ويجب غسل الوجه مع ما عليه من شعور إلا شعر العارضين فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره فقط والخفيف هو ما ترى البشرة من خلاله ثالثها رسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق لأن إلى بمعنى معه كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله سورة إلى عمران آية رقم 52 أي مع الله ويدل لذلك قول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه الماء على المرافق رواه الدار قطني والبيهقي وفي رواية لهما عن جابر أنه أدار الماء على مرفقي وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة انتهى الشريط الأول من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات ونواصل القراءة في فروض الوضوء الستة رابعها مسح الرأس الصادق بالقليل والكثير هامش الذي يصدق بالقليل والكثير فكلاهما يعد مسحه انتهى الهامش لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عنامته وعلى الخفين رواه مسلم ولو كان الفرض مسح الكل لم اكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه خامسها رسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين آية رقم ستة من صورة المائدة أي مع الكعبين والمواد بالكعبين العظمان الماتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان ففي الحديث الصحيح فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منه يلصق منك به بذنك بصاحبه وكعبه بكعبه رواه البخاري دل الحديث على أن لكل رجل كعبين سادسها الترتيب وفرضية ومستفادة من الآية إذا قلنا إن الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله صلى الله عليه وسلم إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به هامش وقد بدأ بالوجه انتهى الهامش رواه النسائي وإسناد صحيح وأيضا فإنه تعالى ذكر منسوحا هو الرأس بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجود الترتيب ولأن الآية بيان للوضوء الواجب عنوان سنم الوضوء وأما سنم الوضوء فأولها التسمية في ابتدائه لما رواه البيهقي بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه توضأوا باسم الله وفي الحديث الصحيح كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم أي ناقص وقليل البركة وثانيها غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء لأنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث أوس بن أوسن الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا أخرجه أحمد وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيأجثها ورابعها المضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق رواه مسلم وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة وتستحب لمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم أما الصائم فيكره له ذلك خالسها مسح جميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه روي ذلك عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الجماعة سادسها مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد قال عبد الله بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماءا خلاف الماء الذي أخذه لرأسه رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح وكيفية المسح أن يدخل مسبحته في صناخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه سابعها تخليل اللحية الكثة وهي التي لا ترى البشرة من خلالها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه رواه ابن ماجة وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال البخاري هذا أصح ما في الباب ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه من تحتها رواه ابن ماجة ثامنها تخليل أصابع اليدين وتجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك رواه ابن ماجة والترمذي وتخليل أصابع الرجلي أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسل الرجل مبتبئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك تاسعها تقديم الونى على اليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم رواه أبو داود وابن ماجة وصحهه ابن هزيمة وابن حباه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ومعنى الترجل التسريح يبدأ بالشرك الأيمن عاشرها الطهارة ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه مسلم وفي رواية لأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسهم ثلاثا وفي رواية لابن ماجة أن علي جن رضي الله وقر لله وجهه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدي عشر الموالاة لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف ويستحب بعد الوضوء أن لا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان رواه ابن أبي حاتم وغيره ولأنه كالتبري من العبادة ويستحب أن يزيد بعد التسمية اللهم اغفر لي ذنبي ووسي لي في داري وبارك لي في رزقي هامش رواه الترمذي عن أبي هريرة انتهى الهامش ويخلل الخاتم إذا وصل الماء إلى ما تحته وإلا وجب نزعه ويبدأ في الوضوء بأعلى وجهه وبالمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا يسرف في الماء ولا يزيد على ثلاث مرات ولا يتكلم في أثناء الوضوء ولا يلتم وجهه بالماء ويقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لما روا مسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الحاكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويسل صلاة ركعتين بعد الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة رواه مسلم واعلم أنه لو شك في غسل بعض أعضاء الوضوء في أثناء الطهارة لم يحسب له لأن الأصل عدمه وأما الشك بعد الفراغ منه فلا يضر على الراجح لكثرة الشك ولأن الظاهر كمال الطهارة عنوان الاستنجاء تعريفه هو لغة طلب النجاة والخلاص من الشيء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه وشرعا إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معها حكمه هو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عن رواه أبو داود والدار قطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إذاوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه هامش عنزه بفتحات عصا شبيهة بالعكاز في طرفها الأسفل حديدة مدببة والإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من زل يتخذ للماء أما العنزة فإنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء أو يستطر بها بأن يضع عليها ثوضا أو لغير ذلك انتهى الهامش والأفضل فيه للسنجاء الجمع بين الحجر والماء لأن الله أثنى على أهل قباء بذلك في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آية رقم 108 من سورة التوبة فسألني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بإسناد ضعيف وأنكر النووي هذه الرواية فقال كذا رواها الفقهاء وليس لها أصل في كتب الحديث بل المذكور فيها كنا نستنجي بالماء رواه جماعة منهم أحمد وابن خزيمة وقد يقال في توجيه الأفضلية إن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة ولو أراد المستنجي لاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر بخناف الحجر فإنه لا يزيل إلا الأثر فقط والواجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار إن حصل بها الإنقاء للحديث المتقدم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معهم بثلاثة أحجار شروط الحجر يشترط في الحجر وكذا ما في معناه الشروط الآتية رقم واحد أن يكون طاهرا فلا يكفي الاستنجاء بالنجس ولا بالمتنجس قال ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس رواه البخاري هامش الركس بكسر الراء هو الرجس وكل مستخدر ركس اثنان أن يكون قالعا للنجاسة فلا يكفي الزجاج ونحوه ثلاثة أن لا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء ومحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم لما رأى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن فمطعوم الآدمي أولى ومن المحترم كتب لعلم كالفقه والحديث وكذا ما اتصل بها دون من فصل من جلد ونحوه إلا جلد المصحف فإنه لا يجوز الاستنجاء به متصلا ومنفصلا وكذا ما فيه اسم معظم كاسم الله وأسماء الأنبياء أربعة ألا يجف الخارج وإلا تعين الماء خمسة ألا ينتخل عن محل خروجه وإلا تعين الماء عنوان آداب قضاء الحاجة رقم واحد يحرم على قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إذا لم يستثر بسترة معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان وإلة التحرين أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها لقول صراقة ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة أما إذا كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل جاز الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء قاله النووي أما إذا كان الاستقبال والاستدبار في البنيان فلا يحرم لحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدر الكعبة رواه الجماعة وقال الشافعي رضي الله عنه الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء إلى في البنيان وعن مروان الأصفر رضي الله عنه قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء شيء يسترك فلا بأس أخرجه أبو داود والحاكم اثنان ويجتنب البول في الماء الراكد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم في الماء الراكد ولما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم والنسائي وهذا النهي يشمل الماء القليل والكثير بما فيه من الاستقدار وأنه في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء وفي الليل أشد لما قيل إنه مأوى الجن بالليل فلا يأمن أن تصيبه منهم آفة أما الماء الجاري فإن كان قليلا حرم البول فيه لما فيه من إطلافه على نفسه وعلى غيره وإن كان كثيرا كره ويقال مثل ذلك في الماء الراكد ثلاثة تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى لما في ذلك من تلوث الثمرة فتفسد أو تعافها النفس أربعة وفي الطريق والغائط أولى لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعاني قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم والمعنى احذروا سبا لعن وهو التخلي في طريق الناس أو ظلهم خمسة وفي الثقب وهو ما استدار من الأرض لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن رواه النسائي وأبو داود وقال الحاكم على شرط الشيخين رقم ستة وفي ظل الناس والغائط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود والموارد المواضع التي يرد الناس إليها أو طرق الماء وقارعة الطريق ما برز منه ومواضع الشمس الشتاء كمواضع الظل صيفا ويحرم البول على القبر وكذا يحرم في المسجد وإن كان في إناء رقم سبعة ولا يتكلم على البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشف عورتيهما يتحدثان فإن الله ينقط على ذلك يضربان الغائط أي يمشيان إليه رواه أبو داود والمقت أشد البغض وذلك لا يكون إلا على كشف العورة وإلا فالحديث مكروه فلا يفضي إلى التحريم كما في قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميل فلو عاطس حمد الله بقلبه وقال المحب الطبري وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينظر إلى ما خرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيديه ولا يطيل القعود على الخلاء ويقرأ أن يقول معه شيء فيه اسم الله كالخاتم والدراهم وكذا ما كان فيه قرآن وإلحق باسم الله اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وبع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال حسن صحيح أما المصحف فيحرم الدخول به إلى بيت خلاء إلا إذا خاف عليه من السرقة أو أن يقع في يد كافر فإنه حينئذ لا يحرم ويجب التحفظ عليه من أمكان واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكر فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام رقم ثمانية ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستجرهما لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة رقم تسعة وأن لا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها لمحل قضاء الحاجة وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هامش الخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين والخبائث إناثها انتهى الهامش وعند الفراغ من قضائها يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج النخلاء قال غفرانك رواه الخمسة إلا النسائي ورؤي من طرق ضعيفة أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويستحب أن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول ليحترز فيه من إصابة النجاسة لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاة دفعا للوسواس عنوان نواقض الوضوء للوضوء نواقض منها ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر أي القبل والدبر عينا كان أو ريحا معتادا كان أو نادرا كالدم والحصى نجس العين كان أو طاهرا كالدود والأصل في ذلك قوله تعالى أو جاء أو جاء أحد منكم من الغائط سورة النساء آية رقم 43 وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة سمي به الخارج للمجاورة ويشمل ذلك البول والغائط للآية والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط متفق عليه والمذج لما أولي عن علي كرم الله وجهه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكنبي فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل ذكره ويتوضأ رواه الشيخان والودية لقول ابن عباس وابن سعود رضي الله عنهما وفي الودي الوضوء خواه البيهقي في السنن ويقاصدنا في الآية والأخبار كل خارج وإن لم تدفعه الطبيعة وأن الخارج مغير السبيلين كالفصد والحجامة والقيء ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ولأن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرساء المسلمين في غزوة ذات الرقاء فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بصهم فنزعه وصلى ودمه يجري وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينكره رواه أبو داود بإسناد صحيح ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما ومنها النوم لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه أي الدبر فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وابن ماجه ومعنى الحديث العينان رباط الدبر فإذا نامت العينان انحل الرباط والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج منه ولا يشعر به ويستفنى من ذلك ما إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لقول ألس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون رواه مسلم انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في موضوع نواقض الوضوء زاد أبو داود حتى تخفق رؤوسهم وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها زوال العقل بسكر أو مرض كالإغماء والجنين لأن النوم إذا كان ناقضا للوضوء فهذا أولى لأن الذهول بهما أبلغ في نقض الوضوء من النوم ومنها لمس المرأة الأجنبية المشتهى لغير حائل لقوله تعالى أو لامست من النساء النساء 43 انتهى عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمن عند فقد الماء فذل على أن اللمس حدث كالمجيء من الغائط وليس المعنى أو جامعت من النساء لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع قال تعالى فلمسوه بأيديهم الأنعام سبعة انتهى وقال صلى الله عليه وسلم لعلك لامست والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فاللمس لغة مجيء جلد على الجلد سواء حصل بقصد أو بغير قصد بشهوة أو بغير شهوة ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا كبيرا فيقدر للشهوة أم لا ولا بين الخصي والعنين وكذا المراهق ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى لأنها في مظنة الشهوة وإن لمس الرجل محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه لا ينتقب وضوءه على الراجح لأن المحرم ليس في مظنة الشهوة أما إذا كان اللمس معه حائل فإنه لا ينقض الوضوء لأن اللمس كما تقدم مجيء الجلد على الجلد وهذا ليس كذلك وكذلك لا ينتقد الوضوء بلمس الظفر والشعر والسن ومنها مس فرج الآدمي ببطن الكف سواء كان من نفسه أو من غيره من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ رواه أحمد والترمذي وقال الحاكم هو على شرط الشيخين وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ رواه ابن حبان والإفضاء المس ببطن الكف وإذا ثبت النقد في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أو لا لأنه أفحش لهدك حرمة غيره بل ثبت من مس ذكره فليتوضأ وحديث يسره أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر رواه أحمد والنسائي وهو شامل لنفسه ولغيره وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد وأما خبر عدم النقد بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه من سوخ ومنها مس حلقة دبر الآدمي لأنه فرج وقياسا على القبل وخرج ببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقضى بذلك وبفرج الآدمي فرج البهيمة والطير فلا نقضى بنسه ومنها شفاء دائم الحدث كسلس البول أو الريح والمستحاضة لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورية فإذا انتهت الضرورة انتهى حكمها وهو العفو عما يخرج من هؤلاء حال المرض قواعدة فكهية من القواعد المقررة التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل هامش هذا ما يسمى عند الأصوليين استصحاب الحال وهو إثبات حكم لشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول وهو حجة عند الشافعي وجماعة من أصحابه منهم المزني والغزاني وغيرهما من المحققين قول الآمدي وهو المختار وهو أصل عظوم عند الشافعية تتفرع منه قواعد عامة وتفريعات كثيرة منها قاعدة الأصل وراءة الذمة ومنها قاعدة اليقين لا يرفع بالشك راجع في تفصيل ذلك الأحكام للآمدي ثلاثة على مئة وواحد وتمانين إلى مئة وثمان وثمانين ومنه منهاج الرسول للبيضاوي مع شرحي البذخشي والإسنوي ثلاثة على مئة وتسع وعشرين إلى مئة وثلاث وثلاثين والمنتهى لابن الحاجب صفحة مئة وثلاثة وخمسين والأحكام لابن حزم خمس على سبعمائة وواحد وسبعين وشفاء الغليل ستمائة وست وعشرين وجمع الجوانع اثنان على ثلاثمائة وسبعين واربعين والأشباه والنظائر للسيوطي صفحة تسع وخمسين إلى ثلاث وستين انتهى الهامش وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطعها لأن الأصل عدم الطلاق ولو شك في امرأة هل تزوجها أم لا أنه لا يجوز له وطعها لأن الأصل عدم الزواج ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع الشمس تحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس يرفعه يقين الحدث بعدها ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا عنوان الغسل تعريفه الغسل بفتح العيء الغين وضمها لغة سيلام الماء على الشيء مطلقة وشرعا سيلامه على جميع البدن مع النية موجباته الذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء أولها التقاء الختانين وهو تغييق الحشفة أو قدرها في الفرج أي فرج قبلا أو دبرا من إنسان أو حيوان ولا فرق في ذلك بين أن ينزل منه ماني أم لا والأصل في ذلك والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل فعلتبوا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا رواه مسلم ثانيها إنزال المني لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء رواه مسلم وسواء خرج في اليقظة أو في النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر وللمني ثلاث خواص رقم واحد رائحته كرائحة العجين وطلع النخل ما دام رصبا فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض اثنان التدفق بلفعات قال تعالى مما إن دافق الطارق آية ستة انتهى التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهرة وتختلف المرأة على الرجل بأن ماءها ليس كماء الرجل ولا ينزل بتدفق ولو تنبى من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبيض فلا غسل عليه لأن الودي يشارك المني في الثخانة والبيض بل يتخير بين جعله وديا فيغسل ذكره فقط وبين جعله منيا فيغتسل ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية على الصفة المتقدمة وجب الغسل ثانيا ثالثها الموت قولني صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر رواه الشيخان وأما الثلاثة التي تختص بالنساء فهي الآتية أولها الحيط قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ البقرة مئتان اثنان وعشرون انتهى ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك الدم وصلي رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ثم غتسلي وصلي ثانيها النفاس وهو الحيض وهو كالحيض في ذلك لأنه دم حيض مجتمع ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه كالحيض ثالثها الولادة ولو علقة أو مضغة ولوجوب الغسل علتان إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان كالنوم فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث ثانيتهما أن الولد مني منعقد من مني الرجل ومني المرأة وخروج المني موجب للغسل عنوان فرائض الغسل للغسل فرضان أولهما النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وتكون مع أول جزء مغسول من البدن وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن وتنوي الحائض رفع حدث الحيض والنفساء رفع حدث النفاس وإشترط لصحة الغسل تقديم إزالة النجاسة عن البدن لقوله عليه الصلاة والسلام فغسلي عنك الدم وصلي وعد بعضهم إزالة النجاسة من الفرائض والحق أنه شرط ثانيهما إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعبة جنابة فبلوا الشعور ونقوا البشرة وفي رواية إن تحت كل شعرة جنابة فغسلوا الشعر ونقوا البشرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار قال علي كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة ويجب نقط الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقط لقوله صلى الله عليه وسلم فبل الشعور وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله الحديث وأما ما روي ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم في صحيحه وفي رواية ثم تفيضي من الماء على سائر جسدك رواه أحمد عن أم سلمة فمحمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة وأما البشرة وهي الجلب فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذن والشقوق في البذن وغسل ما تحت القلفة من الأقلف وهو الذي لم يختتن وكذا ما يبدو من المرأة عند قعودها بخضاء الحاجة واعلم أنه يجب أزالة المونكير من على الأظفار لأنه حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة بخلاف الحناء والصبغة فإنهما يغيران لون البشرة فقط عنوان سنن الغسل سنن الغسل أشياء منها التسمية ومنها غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء وقد مر دليل ذلك في الوضوء ومنها تقديم الوضوء كاملا قبله لقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة رواه الشيخان وروا البخارج عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه قال القاضي حسين يتخير بين الوضوء بكماله وبين أن يؤخر قدميه إلى ما بعد الفراغ من الغسل لصحة الرواياتين ومنها دلك ما أمكنه من الجسد احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه ويتعهد معاطفه وهي المواضع التي فيها التواء وانعطاف كالإبط وطبقات البطن وداخل السرة والأذنين لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد في الأذنين فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفها وزواياها ومنها الموالاة وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله ومنها تقديم غسل الجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنى على الجهة اليسرى فيبدأ بالرأس ثم بشكه الأيمن ثم الأيصر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره متفق عليه ومنها التثليث فيغسل رأسه ويدلك ثلاثا ثم باقي جسده كذلك تأسيا به صلى الله عليه وسلم ويستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع والوضوء عن مد لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد ولا يسن تجديد الغسل لعدم وروده ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى به صلاة ما لما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب ويستحب أن لا يحلق أو يقلم أظفاره وهو جنب ليكون كل جزء منه طاهرا ويقول بعد الفراغ من الغسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمد عبده ورسوله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان كشف العورة في الغسل يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعذر على ذلك تعزيرا يليق بحاله ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك ويجب عليهم الإنكار عليه فإن سكتوا أثموا وعزروا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور ويجوز كشف العورة في الخلوة والستر أفضل لأن الله أحق أن يستحى منه وإذا دخل الرجل الحمام وجب عليه غض البصر عما لا يحل له وصون عورته عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها روى القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى كراما كاتبي يعلمون ما تفعلون الانفطار آية احدى عشرة واثنتى عشرة انتهى إن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه وروا الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر عنوان الأغسال المسنونة يسن الغسل لأمور منها غسل الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من تبضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي قول النووي حديث صحيح وذهب بعضهم إلى وجوبه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل رواه مسلم إذ ظاهر الأمر الوجوب ويؤكد هذا الوجوب حديث وصل الجمعة واجب على كل محتلم أي مكلف رواه الشيخان وغيرهما ورد القول بالوجوب ورد القول بالوجوب بأن الأمر في قوله فليغتسل بالاستحباب جمعا بين الأدلة وبحمل لفظة واجب على تأكيد استحبابه كما يقال حقك واجب علي أي متأكد هامش انظر نيل الأوطار واحد على ثلاثمائة واثنان وخمسين انتهى ورؤي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عثنان رضي الله عنه فناداه عمر أي ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت ولم يأمره عمر بالغسل فدل ذلك على عدم وجوبه ولو كان واجباً لأمره بالغسل ولما تركه عثمان ويدخل وقته من الفجر الصادق وتقريبه من الرواح إلى الجمعة أفضل لأن المقصود من الغسل قطر الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من عرق ونحوه ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعات الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه ومنها غسل العيدين لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى وكان عمر وابن عمر وعلي يفعلونه ولأنه أمر يجتمع له الناس ويجوز غسل العيدين بعد الفجر بلا خوف وقبله على الراجح ويختص بالنص الأخير ومنها الاستسقاء والكسوف والخسوف لأنها أعمال أشرع لها لاجتماع فيسن لها كالجمعة وسيأتي بيانها مفصلة ومنها الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى قال الترمذي حديث حسن والأمر في الحديث مصروف عن الوجوب بحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه البيهقي وحسنه وبحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الخطيب وبحديث كنا وبحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه رواه الحاكم ومنها غسل الكافر إذا أسلم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسل لما أسلم ولم يجبه عليهما لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منها كسائر المعاصي وهذا في من لم يجنب في قفره فإن أجنب لزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره ومنها غسل المجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه لأن ذلك مظلة إنزال المني قال الشافعي رضي الله عنه ما جن إنسان إلا أنزل ومنها الغسل عند الإحرام فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي ويستوي في ذلك الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفسا لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام رواه مسلم قال البغوي والمحاملي ولا فرق بين العاقل والمجنين ولا بين الصبي المميز وغيره فإن لم يجد المحرم الماء تيمم فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به ولا يسقط الميسور بالمعصور ومنها الغسل عند دخول مكة كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله رواه الشيخان ثم لا فرق في استحباب الغسل من دخل مكة بين من أحرم بالحج أو بالعمرة أو لم يحرم البتة قال الشافعي في الأم إن من لم يحرم يغتسل واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب ومنها الغسل عند الوقوف بعرفة لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله رواه مالك وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه موضع اجتماع الناس فيسن فيه كالجمعة ومنها الغسل عند رمي الجمرات ما عدا رمي جمرة العقرة لقربه من الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها عنه ولأنها بعد الزوان وهو وقت هجيرة وأيضا فإنه يجتمع فيه الناس ومنها الغسل قبل الطواف بالبيت ويشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع لأن الناس يجتمعون لها فيستحب لها الغسل وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة ومنها الاغتسال للأتكاف نص عليه الشافعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النووي في المناسك ولكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي ولحلق العانة قاله الخفاف في الخصال ونقر صاحب جمع الجوانع في منصوصات الشافعي أنه قال احب الغسل من الحجامة ودخول الحمام وكل أمر يغير الجسد ويضعفه لأن الغسل يشده وينعشه انتهى الشريط الثاني من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب تاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات منوان المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين لما رواه مسلم عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين متفق عليه وكان واجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين بل المراد بالآية إيجاب الغسل بغير صاحب الخف هامش قد يعترض على هذا الاستدلال لأن جمهور الأصوليين على أن تأخر إسلام الراوي لا يدل على أن حديثه الذي رواه هو متأخر أيضا لأنه يحتمل أن يكون هذا الصحابي روا حديثه هذا عن صحابي آخر أو أن يكون حديث غيره قد ورد بعده انظر شرح الإسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي إثنان على مئة أربع وتسعين ولذلك فالجواب هو أن الآية في سورة المائدة قد قرأت بجري وأرجلكم وحملت على المسح على الخفين وعلى قراءة المصد تقول إن الآية عامة فجاءت السنة المشرفة فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين فيكون معنى الآية اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف والله أعلم انظر الأحكام للإمام الشافعي واحد على أربع وأربعين والمجموع للنووي واحد على أربع مئة وتسعة عشر والروضة واحد على مئة وسبع وعشرين ونيل الأوطار واحد على مئتين وسبع وستين انتهى الهامش وأما هو ففرضه المسح على الخف قال النووي وغيره أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي الله أعلم وقال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون عنوان شروط المسح ولجواز المسح على الخفين شرطان أحدهما أن يلبس الخفين جميعا بعد طهارة كاملة فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لحديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هامش الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به وبالضم الفعل وأنكر أبو عميدة الضم وقال المفتوح اسم يقوم مقام المصدر انظر المصباح اثنان على مئتين وتسع وثلاثين والقاموس المحيط مادة وضاء انتهى الهامش لحديث المغيرة رضي الله عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان رواه الشيخان وروا الشافعي عن المغيرة أنه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور الأول أن يسطر الخف محل غسل الفرض من الرجلي فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح لأن ما ظهر واجبه الغسل وما استطر واجبه المسح ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل الثاني أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وأقل حد المتابعة ثلاثة أميال قاله الغزالي وقدره الشيخ أبو محمد بمسافة قصر وهو المعتمد أما ما لم يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها كالجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء وإما لصنابته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه الثالث أن يمنع نفوذ الماء فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه الرابع أن يكون الخف طاهرا لأن النجس يمنع الصلاة فيه فلا يجوز المسح عليه عنوان مدة المسح وينسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من دول أو غائط أو نوم فلا رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح هامش انظر سنن الترمذي واحد على ثلاثمائة وستة عشر انتهى الهامش ويشترط أن يكون السفر في غير معصية وإلا أتم مسح المقيم على الراجح عنوان ابتداء مدة المسح يبتدئ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخف لا من وقت لبسه لأن المسح عبادة مؤقتة فوقتها وقت جواز فعلها كالصلاة وقال داود الظاهري المدة هنا اللبس قال النووي إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لو بدأ الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه لا يجوز له قصرها تغليبا للحضر ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر لأنه الأصل عنوان كيفية المسح أقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح من أعلى الخف لحديث المغيرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسع على ظاهر الخفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه وكيفية المسح أن يضع يده اليسرى تحت العقب والينا على ظهر الأصابع ثم يمر الينا إلى آخر ساكه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه عنوان ما يبطل المسح يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء أولها خلع خفيه أو أحدهما أو إذا صار القف غير صالح لتخرقه أو ضعفه وحينئذ يجب الأصر وهو غسل القدمين فقط إذا كان على طهارة وإلا استأنف الوضوء ثانيهما انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل المسح وابتدأ لبسا جديدا لحديث صفوان السابق ثالثهما إذا لزم الماسح الغسل لحديث صفوان أيضا ولو تنجزت ولو تنجزت رجله في الخف فإن لم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها وبطل المسح وإن أمكن غسلها فيه غسل ولا يبطل المسح عنوان التيمم تعريفه التيمم لغة القصد يقال يممك فلان بالخير قصدك وقال الشاعر تيممتكم لما فقدت أولنها ومن لم يجد ما أن تيمم بالتربي أي قصدتكم وفي الشرع إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة والأصل في جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم النساء ثلاث وأربعين أي وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا قاله ابن عباس وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا رواه مسلم عنوان ضابط جواز التيمم اعلم أن ضابط جواز التيمم إنما هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا وللعجز أسباب منها السفر وللمسافر أربعة أحوال أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى الطلب لأنه في هذه الحالة يكون عبثا ثانيهما أن يجوز وجود الماء حواليه وفي هذه الحالة يجب عليه الطلب لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء ثالثها أن يتيقن وجود الماء حواليه فإن كان الماء على مسافة ينتشر فيه النازلون للرعي والحطب فواجب طلب الماء ولا يجوز التيمم وإن كان على مسافة بعيدة بحيث لو طلبه لخرج الوقت فهذا يتيمم لأنه فاخد للماء في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا رابعها أن يكون الماء حاضرا لكن زحمة المسافرين تحول بينه وبين الوصول إلى الماء فالراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه ومنها المرض وللمريض ثلاثة أحوال الأولى أن يخاف من استعمال الماء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو وهذا يتيمم الثانية أن يخاف زيادة العلة وهي كثرة الألم أو يخاف حصول شيء قبيح كالسواد في عضو ظاهر كالوجه وغيره فهذا يتيمم على الراجح الثالثة أن يخاف شيء يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا أو يخاف شينا قبيحا في غير الأعضاء الظاهرة فهذا لا يجوز له التيمم لشيء من ذلك وللمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا أو مجربا وعلى قول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله وقد ألغى الله قول الكافر والفاسق وتقبل شهادة واحد ولو كان امرأة على المشهور عنوان شروط صحة التيمم اشترطوا لصحة التيمم أمور أولها دخول وقت الصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا المائدة آية 6 انتهى والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها وإنما صح الوضوء قبل دخول وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وبقي التيمم على ظاهر الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت رواه مسلم فقوله أدركتني الصلاة تيممت دليل على أنه إذا لم تدركه الصلاة ويأتي وقتها لا يتيمم ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة ثانيها طلبوا الماء لقوله فعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا المائدة آية 6 انتهى أمرنا سبحانه بالتيمم عند عدم وجود الماء ولا يعلم ذلك إلا بالطلب فعلى من يريد التيمم أن يطلب الماء بنفسه ويكفيه طلب غيره إذا أدن له وكان موثوقا به وكيفية الطلب أن يفت شرح له لاحتمال وجود الماء فيه وهو لا يشعر فإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن كان بمستو من الأرض ويخص موادع الخضرة واجتماع الطير فإن لم يكن بمستو من الأرض بأن كان هناك ارتفاع وانخفاض يضطره للبحث فإن خاف على نفسه أو ماله لو طلب الماء لم يجب الطلب حينئذ وأبيح له التيمم لأن هذا الخوف يبيح التيمم عند تيقن الماء فعند توهمه أو لا فإن لم يخف وجب عليه طلب الماء إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ماهم عليه من التشاغل إن استغاث بهم فإن كان معه رفقة سألهم من معه ماء ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل إلا أن يحتاج إلى الثمن في مؤن السفر في ذهابه وإيابه ولا يجب عليه أن يشتريه إذا زاد عن ثمن المثل وإن قل على الراجح ثالثها تعضر استعمال الماء كالذي يجد الماء ولا يستطيع كمرض أو خوف انقطاع عن رفقة ويتضرر بذلك أو احتاج إلى الماء لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم في الحال أو المستقبل ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شاربوه ويمموه وجعلوا ثمن الماء في ميراثه وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهراء إذا لم يحتج إليه وعليه دفع قيمته أما إذا احتاج إليه فلا يحل الاستيلاء عليه قهراء فإن رب الشيء أحق به رابعها التراب الطهور له غبار يعلق بالوجه واليدي لقوله تعالى فتينم صعيدا طيبا المائدة آية رقم ستة انتهى أي ترابا طهورا وإن كان الصعيد يصدق على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله التراب كافيك وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا رواه مسلم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنه لا بد من التراب ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت لي الأرض مسجدا وتهورا لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مبينا وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو تراب الحرث وقال ابن مسعوب هو التراب الذي يغبر وقال الشافعي وهو حجة في اللغة إنه كل تراب ذي غبار وشرط التراب أن يكون طاهرا لقوله تعانى صعيدا طيبا والطيب هنا الطاهر لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر والذي يليق بالتراب هو الأخير وفي قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به فكذلك بدله وهو التراب عنوان فرود التيمن فرود التيمن أربعة أولها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة ولا يكفي نية رفع الحدث لأن التيمن لا يرتفع حدثه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب فلو كان التيمن يرفع الحدث ما قال له وأنت جنب وإنما هو استباح الصلاة بالتيمن ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال الأول أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما وله النفل قبل الفرض وبعده وفي الوقت وخارج الوقت الثاني ينوي الفريضة فيباح له الفريضة وكذا النافلة قبلها وبعدها الثالث أن ينوي النفل النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الضاجح لأن النفل تبع للفرض الرابع أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل ثانية وثالثها مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لقوله تعالى فانصحوا بوجوهكم وأيديكم المائدة آية رقم ستة انتهى والتيمم بدل الوضوء فيعطى حكمه في تحديد الأعضاء وقد كانت في الوضوء إلى المرافق فكذلك في التيمم ولفعله صلى الله عليه وسلم في مسح اليدين إلى المرفقين لحديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الحاكم وأثنى عليه وللقياس على الوضوء لأنه بدل منه وفي قول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك هذا فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه الشيخان قال الشافعي إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقد صح الحديث قال النووي إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة رابعها الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء ويجب نزع الخاتم لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الوضوء فإنه لا يجب نزع الخاتم إذا دخل الماء تحت الخاتم عنوان سنن التيمم سنن التيمم ثلاثة أشياء التسمية وتقديم اليمن على اليسرى والموالاة لما تقدم من الأدلة في الوضوء وقياسا عليه والبداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفين وتفريج أصابعه في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه عنوان ما يبطل التيمم يبطل التيمم بثلاثة أشياء الأول ما أبطل الوضوء يبطل التيمم لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة فلو تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته رواه أحمد والترمذي وصححة فإن كان هناك ما يمنع من استعمال الماء كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش مثلا أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو ما إلى ذلك من الموانع فلا يبطل تيممه لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء فأولى أن لا تبطله أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلا يبطل تيممه ولا صلاته لأن فيه إبطال عبادة مجزئة ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود كما لو شرع المكفر بالصيام ثم وجد رقبة لا يلزمه إخراج الرقبة الثالث الردة وهي الخروج عن الإسلام وذلك محبط للأعمال ومضيع للأجر والتيمم عبادة عنوان المسح على الجبيرة والإصابة الجبيرة هي شيء يوضع على العضو المكسور لإصلاحه وجبر عظمه لإصلاحه وجبر عظمه ليلتأم كالعيدان الخشبية والجبس والعصابة لفافة يشد بها الجرح من منديل ونحوه وصاحب هذا قد يحتاج إلى وضعها على العضو المريض وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر أو لا يقدر فإن قدر وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلمة إن أمكن وإلا تيمم عنه إن كان في موضع التيمم وإن لم يقدر على نزعها إلا بضرر فلا يكلف نزعها لكن يجب عليه غسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الجبيرة إن أمكن ثم ينسح الجبيرة بالماء ويتيمم لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجعه في رأسك ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصد أو يعصر على جرحه ثم ينسح عليه ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني هامش العي الجهل انتهى ثم إن كان صاحب الجويرة جنوبا فهو مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره وإن كان محدثا وإن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته لوجوب الترتيب وإن عمت الجراحات أعضاءه الأربعة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب وسقوط الغسل ثم لا بد مع هذا من طهارة العضو قبل الجبيرة لأن شرط طهارة الحدث الأصغر والأكبر إزالة النجاسة كما تقدم بيانه فإذا وضع الجبيرة على غيرته وجب عليه القضاء بعد الشفاء وهذا إذا احتاج إلى وضع الجبيرة فإن لم يحتج إلى وضعها ولكن يخاف من وصول الماء إلى الجراحة غسل الصحيح بقدر الإنكاة ويجب عليه أن يتيمم ولا يجب مسح موضع العلة حينئذ انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا ويكمل قراءة الكتاب عليكم أحمد عزة وجوب التيمم لكل فريضة بينا فيما سبق مراتب النية والآن نسوق الأدلة على ما تقدم عرفنا أنه لا يصلى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة وأحسن ما يحتج به قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فتيمموا سورة المائدة الآية السادسة أوجب الوضوء أو التيمم لكل صلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بغضوء واحد حديث صحيح رواه ابن عمر فبقي التيمم بمقتضى الآية وقال ابن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الطريقة التي كان عليها وروا البنقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مئة وبالعكس ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرى وخفف فيها فجوزها قاعدة مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر تكثر ولا ينقطع الشخص عنها ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما لا يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن الباقي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب عليه غسله ولو كان محدثا أو جنبا وعليه نجاسة ووجد من الماء ما يكفي أحدهما غسل النجاسة وتيمم لأن النجاسة لا بدل لها بخلاف الوضوء أو الغسل فإن له بدلا وهو التيمم ولو لم يجد ناعا ولا ترابا صلى لحرمة الوقت ويعيد الصلاة النجاسة تعريفها النجاسة لغة هي كل مستقدر وشرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل في حال الاختيار فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية فإنه يبرح منه القليل دون الكثير وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها أي أكلها وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي وقوله ولا لاستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه وقوله ولا لضررها في بدن أو عقل احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل وقوله في حال الاختيار احترز به عن حال الاضطرار كالميتة فإنه يباح أكلها عند الضرورة وعرفها بعضهم بأنه مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وقيل هي كل شيء يستقدره أهل الطباع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالبول والغائط حكم من فصل من باطن الحيوان اعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان أحدهما ما لا تحيله المعدة كاللعاب والعرق ونحوهما وحكمه حكم من فصل منه فإن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر ثانيهما ما تحيله المعدة كالبول والغائط والدم والقيء فالذي كلها نجسة من جميع الحيوانات غير المأكولة بالإجماع والمأكولة بالقياس على غير المأكولة لأنها متغيرة مستحيلة مستقدرة واحتج لنجسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دل من ماء عليه وبحديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله رواه مسلم وأما أمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء راه أحمد والدار قطني والبزار وفي الحديث دلال على نجاسة المذي والقيء والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر وأما نجاسة الروثة فلقوله صلى الله عليه وسلم لما جئ له بحجرين وروثة هذا ركس والركس النجس وأما نجاسة الودي فلقول عائشة رضي الله عنها وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضع ولا يغتسل رواه ابن المنذر والودي ماء أبيض كادر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وأما نجاسة الدم فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هامش سورة النائدة الآية الثالثة انتهى ولقوله صلى الله عليه وسلم اغصيلي عنك الدمى وصلي واختلفوا في نجاسة المني فقيل بنجاسته أخذ من رواية الغسل ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ومثل الشافعي وأصحاب الحديث وخلق كثيرين منهم علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر وهو عصح روايتين عن أحمد وبه قال داود وقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركة فيصلي فيه وفي رواية عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه متفق عليه ولو كان نجسا لم يكفي فرقه ورواية الغسل محمولة على الندل واختيار النظافة جمعا بين الأدلة ولا فرق بين مني الرجل والمرأة وأما مني غير الآدم فإن كان من نجس فنجس وإلا فطاهر غسل النجاسة غسل النجاسة واجب للأمر به كما تقدم وأما كيفيته فإن كانت النجاسة عينية أي تشاهد بالعين فلابد من إزالة العين والطعم واللون والريح فإن بقي الطعم لم يطهر المحل المتنجس وإن بقي لون النجاسة وهو غير عسر الإزالة لم يطهر المحل أيضا وإن عسر كدم الحيض مثلا فإنه يطهر للعسر وإن بقيت الرائحة وهي عسرة وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر يطهر المحل أيضا وأما النجاسة الحكمية وهي التي لا ترى بالعين كالمائعات النجزة التي لا لون لها فالواجب في إزالتها غسلها المعتاد بالحتي والتحامل إلا بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه غش بالماء حتى يعم جميع موضع البول ويغلب الماء على البول سال الماء أو لم يسل أما بول الصبية فإنه يتعين غسله وذل من فرق بينهما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فذال في حجره فدعى بماء فصبه عليه ولم يغسله وفي رواية فرشه وفي رواية فمضحه عليه ولم يغسله وكلها صحيحة وفي رواية للتلمذي ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل رواه أحمد وأما إذا أكل الصبي الطعام على جهة التغذية فإنه يدب الغسل بلا خلاف وإنما خفف في نجسة الصبي دون الصبية لأن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمله فناسب التخفيف دفعا للعسر وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس حكم الحيوان يقع في المائع فيموت إذا وقع حيوان في إناء فيه مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن والطعام وماتت فيه فإذا كان له نفس أي دم سائل تنجس لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تموت في السمن إن كان جامدة فألقوها وما حولها وإن كان مائع فأريقوه وفي رواية ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سنكم رواه البخاري فالأمر بإراقته دليم على تنجسه وهو مذهب الجمهور وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي فقالا إن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة فإن لم يتغير فهو طاهر وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري أما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة كالذباب والبعوط والعقارب والخنافس والصراصيل والنمل ونحوها فلا يتنجس المائع بموته فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وأبو داود وابن ختيمة وابن حبان فالأمر بالغنس الذي قد يفضي إلى الموت دليل على أنه لا ينجسه وإلا لما أمر صلى الله عليه وسلم بالغنس وأيضا فصول الأوام عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن تنجسها لذلك وهذا الحكم مبني على عدم تغير المائع فإذا تغير المائع بكثرة الميتة تنجس وأعلم أن النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر لقلتها كرذاذ البول وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة حكمه في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة على غاجح عند النووي لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه دم البرغيث حكم الحيوان في حال حياته الأصل في الحيوانات الطهارة لأنها مخلوقة لمنافع الإباد ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة واحتج له بحديث الهرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه القمسة وقال التنمذي حديث حسن صحيح وصححه البخاري وغيره ويستثنى من الحيوانات الكلب والخنزير فإنهما نجس العين أما الكلب فلقوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب رواه أحمد ومسلم فقوله طهور أي المطهر والتدفير لا يكون إلا عن حدث أو نجس أو تكرمه ولا حدث على الإناء ولا تكرمه فتعين النجس فثبت نجاسة فمه وهو عطيب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى وأما نجسة الخنزير فلأنه أسوأ حال من الكلب واحتج الماوردي على نجاسته بقوله تعالى أولحم خنزير فإنه رجس والرجس النجس حكم الميتة الميتات كلها نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة الآية الثالثة وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله يذل على نجاسته لأن الشيء إنما يحرم لحرمته أو لضرره أو لنجاسته والميتة لا حرمة لها ولا ضرر في أكلها لأنها تؤكل عند الضرورة فلم يبق إلا النجاسة والميتة ما زالت حياتها بغير الذكاة شرعية فيدخل في ذلك ذبيحة غير أهل الكتاب وما لا يؤكل لحمه وإن ذبح ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد والآدمي أما السمك فلقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته رواه الخمسة وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان السمك والجراد رواه ابن ماجه بسند ضعيف ورواه البيهقي وقال إنه صحيح وأما الآدمي فلقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الإسراء الآية السابعة وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته مسلما كان أو كافرا وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس التوبة الثامنة والعشرون فمحمول على نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان إذ لو كان نجس البدن لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه ولأنه لو تنجس بالموت لما أمر بغسله كسائر الأعيان النجسة ولا يقال لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لأنه قد عبد غسل الطاهر كالمحدث بخلاف نجس العين ويستثنى أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال لأن ذكاته بذكات أمه تطهير نجاسة الكلب والخنزير يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب روه مسلم وفي رواية للترملي أولاهن أو إحداهن بالتراب وإذا ثبت وذوب الغسل من اللعاب وهو أشرف فضلاته فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى وفي الحديث دلاله على نجاسة ما ولغ فيه الكلب لأن إراقته إضاعة مال وقد نهينا عن ذلك فلو كان طاهرا لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بإراقته وأم الخنزير فبالقياس على الكلب ولأنه نجس العين كالكلب بل أولى لأنه لا يجز اقتناؤه بحال ولأنه خبيث وقذر وقيل إنه يغسل مرة كسائر النجاسات لأن التغيض في الكلاب إنما ورد فطما للعرب عما اعتادوه من مخالطتها وتنثيرا لهم عن مؤاكلتها قال النووي في شرح المهذب الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع بوجوبه ولا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد هذا ويكفي الرمل الناعم في التعفير قياسا على كفايته في التيمم تطهير الخمر إذا تخللت تطهير الأشياء قد يكون بالغسل وبالدبغ وبالتراب وقد مر وقد يكون بالاستحالة وهي انقلاب الشيء من حالة إلى حالة أخرى كانقلاب الخمرة خلا فإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لأن نجاسة الخمرة وتحريمها إنما كان لأجل الإسكار وقد زال بالتخلل قال نووي في شرح مسلم قد أجمعوا على أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر لتصير خلا ومعالجتها وضع شيء فيها واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن فلحف رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام فقال يا رسول الله أخللها قال لا فنهى عن معالجة تخليلها والفرق أن الواقع في الخمر يتنجس بالخمر فإذا استحالت خلا بما وقع فيها تنجس الخل بهذه العين التي وقعت في الخمر فيصير نجسة ولا يطهر بحال وهذا إن بقيت العين في الخمر حتى تخللت فإن نزعت قبل التخلل ولو بلحظة لم يتنجس الخل العفو عن بعض النجاسات وإذ تثنى من النجاسات واحد طين شارع نجس يقين لمشقة الاحتراز اثنان ما لا يدركه الطرف السليم كرذاذ البول والخمر وما يعلق بنحو رجل الذباب والنمل والصراسير ثلاثة دم البراغيث وإن كثر وكذا زرق الطير في المساجد حاشية زرق الطير روثه انتهى أربعة اليسير عرفا من شعر نجس من غير الكلب والخنزير وكذا الكثير من الحيوان المركوب خمسة دخان النجس وغباره مما تذروه الرياح ستة وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة سبعة الدم الباقي على اللحم والعظم ثمانية لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة وغيرها ثم غاب وأن كان وروده ماء كثيرا ثم شرب من طاهر لم ينجس تسعة حبل الغسير ينشر عليه الثوب المتنجس ثم تجففه الشمس أو الريح يجوز نشر الثوب الطاهر عليه عند الحنفية عشرة لو سقط شيء على المرء لا يبركه ما هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل عنه لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى حادي عشر ناء الثآليل وهي المعروفة بالبثور فإن تغيرت فنجسه وإلا فيعفى عنها ثاني عشر الحيوان المجتر وهو الذي يخزم الأكل في كرشه ثم يخرجه مرة أخرى ليجيد مضغه لو شرب من إناء حال اجتراره لا يحكم بنجسته الحيض والنفاس والاستحاضة أما الحيض فهو الدم الخارج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بلا علة بل تقتضيه اتباع السليمة حاشية الرحم جلده داخل الفرج ضيقة الفم واسعة الجوف وفمها لجهة باب الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش فلا تقبل منياً آخر بعد ذلك ولهذا قضت حكمة الله ألا يخلق ولداً من ماء رجلين انتهت الحاشية فإن خرج دم الاستحاضة فإنه دم وإلة وفساد ويسمى الحيض نفاسا لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه آنفستي ومن المعلوم أنها لم تنجب منه صلى الله عليه وسلم والأصل في الحيض قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِمِ الْمَحِيضِ البقرة الثانية والعشرون بعد المئتين أي الحيض وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على ذنات آدم لونه واحد ولون دم الحيض على الأوصاف الآتية واحد السواد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني وقال رواته كله ثقات اثنان الحمرة لأنها أصل لون الدم ثلاثة الصفرة وهي ماء كالصديد يعلوه الصفرار أربعة الكدرة وهي بين البياض والسواد كالماء العكر وأما القصة البيضاء فلا تعد حيضة لحديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة حاشية بكسر الدال وفتح الراء وعاء انتهى بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة حاشية الكرسف القطن انتهى فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه مالك والقصة قطنة توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض فتخرج بيضاء نقية وهي من علامات الطهر حاشية القصة بالفتح الجس الأبيض وجاء على التشبيه في هذا الحديث قال أبو عبيدة معناه ان تخرج القطنة منها كأنها قصة لا يخالطها صفرة المصباح الجزء الثاني صفحة الرابعة والتسعون بعد الستمائة انتهى أيام الحيض أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو تتبع أفراد النساء وروي عن علي رضي الله عنه ونص عليه الشافئي في عامة كتبه وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضين ستة أيام أو سبع في علم الله تعالى ثم اغتسلين وإذا رأيت أنك قد طهرت واستقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيكي وكذلك ففعلي في كل شهر الحديث روه أبو داود والتلمذي أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلم كله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافئي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماء انتهى الشريط الثالث من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقيه على الشريط الرابع وللك ففعلي في كل شهر الحديث رواه أبو داود والتلمذي أي التزم الحيض وأحكامه فيما أعلم كله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافئي رأيت نساء أثبت لي عنهم أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما انتهى الشريط الثالث من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات وللكتاب بقيه على الشريط الرابع الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الفقه الميسر النفاس وأما النفاس فهو الدم الخارج عقب الولادة التي تنقضي بها العدة حيا كان المولود أو ميتاء وسمي نفاس لأنه يخرج عقب نفس أيام النفاس أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما للاستقراء قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين وقال ربيعا شيخ مالك أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوما وغالب النفاس أربعون يوما لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثر النفاس أربعون يوما والمذهب الأول للاستقراء والحديث لا دلالة فيه على نفي الزيادة فهو محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء أقل الطهر أقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما وحجة ذلك الاستقراء لأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوما لازم أن يكون أقل الطهر كذلك لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر ولا حد لأكثره لأن من النساء من لا تحيض أصلا أما الطهر الفاصل بين الحيض والنساء بناء على أن الحامل تحيض وهو الأصح فقد يكون أقل من ذلك الاستحاضة أما الاستحاضة فهي الدم الخارج من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس فإذا رأت المرأة الدم بعد أكثر أيام الحيض وأيام النفاس يقال لها مستحاضة أحوال المستحاضة حاشية رجع في تفصيلات أحوالها العشر الغاية القصوى للبيضاوي في الجزء الأول من الصفحة الخامسة والخمسين بعد المائتين انتهت الحاشية أحوال المستحاضة أولاً مبتدأة مميزة وهي التي اتدأها الدم بأن ترى في بعض الأيام دماً قوية وفي بعضها دما ضعيفة فالضعيف من ذلك استحاضة والقوي منه حيض بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره ثانياً مبتدأة غير مميزة بأن رأته صفة واحدة فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر ثالثاً معتادة مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدراً ووقتاً فترد إليهما قدراً ووقتاً وتثبت العادة بمرة رابعاً معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة فلم تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه ترد لعادتها لما روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من كل شهر خرجه مانك والنسائي وأبو داود والبيهقي وحسنه التلمذي أقل زمن تحيض فيه المرأة أقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وحجة ذلك الاستقراء لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود وقد وجده الشافئي رضي الله عنه فقال أعدل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين وفيه حديث الرواب البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ولا حد لأكثره فقد لا تحيض المرأة أصلا أقل الحمل وأكثره أقل الحمل ستة أشهر ولحظتان لحظة الوضع ولحظة الوضع ولأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف الخامسة عشرة وأنزل وفصاله في عامين لقمان الرابعة عشرة فالفصل الفطن في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا وأما أكثره فأربع سنين ودليله الاستقراء قال مالك رضي الله عنه هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين ورواه مجاهد وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيا ادع الله لامرأة حبلة منذ أربع سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الأول الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة الحديث ولا تقضيها أيضا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وفي رواية كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان وانعقد الإجماع على ذلك الثاني الصوم لمفهوم الحديث فنؤمر بقضاء الصوم ولقوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم رواه الشيخان وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فأشك قضاؤها بخلاف الصوم والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الثامنة والسبعون الثالث قراءة القرآن ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي أما أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين سورة الزخرف الآية الثالثة عشرة ومعنى مقرمين أي مطيقين وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة السادسة والخمسون والمئة فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم نبه عليه النووي في دقائقه وهذا جار أيضا فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالبسملة والحمدلة الرابع مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الواقع التاسعة والسبعون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الدار قطني وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في متاع ولم يقصد حمله فجائز الخامس دخول المسجد إن حصل مع جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت لأن الجنب يحرم عليه ذلك وحدثها أشد من حدثه ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وإن دخلت المسجد مرة جازة كالجنب لقوله تعالى إلا عابر سبيل النساء الثالثة والأربعون هذا إذا أمن التلويث المسجد فإن خافت التلويث حرم وكالحائض من به سلس البول أو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث يحرم عليه العبور السادس أطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج إفعالي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تدخري رواه الشيخان السابع الوطء لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطغرن البقرة الثانية والعشرون بعد المئتين الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار روه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار وروا مسلم عن ميمونة نحوه والمعنى في تحريم ذلك هو تحريم الفرج وقد قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى ينشك أن يرتع فيه وفي قول قديم للشافعي أن الذي يحرم هو الوطء في الفرج وحده وحجته ما رواه أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فاعتزل النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم قال النووي هو المختار وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط فإن وطئ عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب منها ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان الوطء في أول الحيض وبنصف دينار إن كان في آخره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم وصححه ويقاس النفاس على الحيض وإنما لم يجب التصدق لأنه وطء محرم للأذى الذي يترتب عليه فلا يجب به كفارة ما يحرم على الجنوب ويحرم على الجنوب خمسة أشياء الأول الصلاة للإجماع الثاني قراءة القرآن ولو آية أو حرفة سرا كانت الصلاة أو جهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن رواه التنمذي ولقول علي كرم الله وجهه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة فإن تلفظ بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله وشربه باسم الله وفي آخرهما الحمد لله وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ونحوه إن قصد الذكر فقط لم يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما معا حرم كذلك وإن لم يقصد شيئا أو قصد الذكر لم يحرم الثالث مس المصحف وحمله لما تقدم الرابع الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير قال الحاكم صحيح على شرط مسلم الخامس اللبث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل سورة النساء الآية الثالثة والأربع أي لا تقربوا مواضع الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود هذا إذا لم يكن عذر فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج قال النوري وحينئذ يجب التهمم وقال الرافعي إنه مستحب أما العبور فلا يحرم للآية بل ولا يكره إن كان له غرض صحيح ما يحرم على المحدث ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء الأول الصلاة ذات الركوع والسجود بالإجماع وكذا سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول قالت المذي وهذا أصح شيء في الباب والغلول بضم الغين الحرام مطلقا أو هو مال الغنيمة الثاني الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة كما مر الثالث مس المصحف وحمله بالأولى لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقعة الآية التاسعة والسبع وما قيل من أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يبعده أن اللوح غير منزل وإنما المنزل القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه ابن حبان في صحيحه وقال الحاكم سناده على شرط الصحيح وما قيل من أن المطهرين الملائكة يبعده أن الآية فيها نفي وإثبات لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقعة الآية التاسعة والسبع والسماء ليس فيها إلا المطهرون فعلم من ذلك أن الله تعالى أراد الآدمين ولا يقال ذلك في الملائكة ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كالذي يكتب في الألواح لأن القرآن أثبت فيها للدراسة فأشبه المصحف أما ما كتب لغير الدراسة كالذي يكتب في النقود والخطابات فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرق وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة آل عمران الآية الرابعة والستون انتهى الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويحل للمحد في قلب ورق المصحف بعود ونحوه لأنه ليس بحامل ولا ماس ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويجوز أكل الطعام المكتوب عليه شيء من القرآن بخلاف ابتلاعه لانمحاء الأول في الفم دون الثاني ولا يكره كتب شيء من القرآن فيه ناء ليسقى ماءه للشفاء ويجوز إحراق شيء فيه قرآن بقصد حفظه وصيانته فإن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف لحفظها ولو خيف على مصحف تنجس أو تلف جاز له حمله مع الحدث صيانة له ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم ويحرم توسده وإن خاف سارقته نعم إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو الوقوع في يد كافر جاز له أخذه مع الحدث وليجب عليه صيانة للمصحف ويجوز حمل المصحف في متاع تبعا له ويجوز مس تفاسير القرآن وحملها إذا كان التفسير هو الغالب مس المصحف للتعلم والتعليم ولا يمنع الصبي المميز من مس المصحف وحمله للتعليم إذا كان محدثا لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا بل يندب تمكينه من ذلك أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لألا ينتهكه وكذلك يجوز للمعلم مسه وحمله وهو محدث حدث أصغر لما ذكر من حاجة التعليم والمشقة استمرار الطهارة والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الثامنة والسبعون الصلاة تعريفها الصلاة لغة الدعاء بخير لقوله تعالى وصل عليهم سورة التوبة الآية الثالثة بعد المئة أيضع لهم وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمنكرها والمستهزئ بها كافر ومرتد عن دينه قال تعالى وأقيموا الصلاة البقرة العاشرة بعد المئة أي حافظوا عليها والأحاديث في ذلك كثيرة جدا فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى أجعلها خمسا في كل يوم وليلة راه الشيخان وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صروات في كل يوم وليلة والأصل في تعيينها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سورة الروم الآية السابعة عشرة والثامنة عشرة قال ابن عباس أراد بحين تنسون صلاة المغرب والإشاء وبحين تصبحون صلاة الصبح وبعشية صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر أوقاتها معرفة أوقات الصلاة أهم أمورها لأنها بدخول الوقت تجب الصلاة وبخروجه تفوت والأصل في التوقيت الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء الثالثة بعد المئة أي مكتوبة موقوتة وقوله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر شراك النعل وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى بي الفجر بإسفار ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين روه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال ترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل والظل يكون من أول النهار إلى آخره والفيء يختص بما بعد الزوال والمعنى وكان الظل قدر شراك النعل والظل وقت الزوال يختلف باختلاف البلاد فحدوثه في مكان لا ظل للشخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال وزيادته في مكان للشخص فيه ظل هو الزوال الذي يدخل به وقت الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر للحديث لكن لا بد من زيادة ظل وإن قل لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار للعصر وسمي بذلك لأن جبريل اختاره ويبدأ وقت الجواز بعد ذلك وانتهي بغروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تغروب الشمس رواه مسلم ووقت المغرب واحد وهو غروب الشمس للحديث فقد أم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين واختلفوا في خروج وقت المغرب على قولين أولهما وهو الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات لظاهر الحديث وفي قول سبع ركعات بناء على أنه يسن ركعتان قبلها وهو الراجح والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل ثانيهما أنه لا يخرج إلا بمغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فصلى به يومين فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلىها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل ها أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم والأحاديث في ذلك كثيرة واختار هذا القول ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي والبغوي قال الرافعي واختار طائفة من الأصحاب هذا القول ورجحوه وقال النووي الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك ويدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر للأحاديث ويخرج وقتها بمضي ثلث الليل لحديث أمني جبريل وفي قول بمضي نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل قال نووي حديث صحيح وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل صححه الحاكم على شرط الشيخين ويمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى رواه مسلم دل الحديث على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر للإجماع على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ولظاهر حديث أمني جبريل أما البلاد التي لا يغيب شفقها فإنه يقدر بغياب شفق أقرب البلاد إليهم ويدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه مسلم وأعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر ويكره النوم قبل صلاة الإشاء والحديث بعدها إلا في خير لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة الإشاء والحديث بعدها رواه الشيخ عنه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا شروط وجوب الصلاة يشترط لوجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا لأنها لا تصح منه في الكفر إذ هي قربة وليس هو من أهلها ويقال مثل ذلك في جميع فروع الشريعة وأما المرتد فتجب عليه الصلاة بلا خلاف لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال عليه ثم ارتد لا يسقط عنه بالردة وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أخرجه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن ويجب على ولي الصبي إذا ميز أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ العشر لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ويجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم أحكام الصلاة والطهارة وأما الحائض والنفساء فلا تجب عليهم بل تحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة والنفساء في حكمها شروط صحتها يعلم أن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاض وهيئات والشرط والركن لابد منها في صحة الصلاة والفرق بينهما أن الشرط ما كان خارجا عن ما هي الصلاة كطهارة الأعضاء من الحدث والنجس والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود حاشية انظر الإحكام للآمدي في الجزء الأول الصفحة المئة وتحفت المحتاج في الجزء الثاني الصفحة الثانية وانتهت الحاشية وشروط صحتها خمسة الأول الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا المائدة السادسة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه الجماعة حاشية بضم الطهور وأما الطهور بفتح الطاء فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب انتهت الحاشية رواه الجماعة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان أما في البدن فلقوله تعالى والرجز فهجر وهذا هو الشرط الثاني لصحة الصلاة الرجز فهجر من سورة المدفر الآية الخامسة والرجز النجس وهجره تركه فلا يطلطخ به ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة وإذا أتبرت فاغسلي عنك الدمى وصلي رواه الشيخان وأما في الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر المدثر الآية الرابعة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب ثم غسليه بالماء حديث صحيح وأما في المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا أي دلوا من ماء متفق عليه ولو صلى إنسان بنجاسة وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته فإن لم يعلم بها وجب عليه القضاء لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالطهارة من الحدث فلا تسقط بالجهل وقيل لا يجب القضاء اختاره ابن المنذر وأكد النووي في شرح المهذب وإن علم بالنجاسة ثم نسيها وجب عليه القضاء لتقصيره في غسل النجاسة عند العلم بها الشرط الثالث ستر العورة بلباس طاهر حتى في الخلوة والظلمة والعورة هنا ما يجب سترها في الصلاة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف الحادية والثلاثون الزينة ستر العورة والمسجد الصلاة والمعنى استروا عورتكم عند كل صلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه التلمذي وحسنه الحاكم على شرط مسلم الخمار ما تغطي به المرأة رأسها وقيل هو الستر عموما والمراد بالحائض البالغ والإجماع منعقد على وجوب ستر العورة في الصلاة عند القدرة فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أوجبنا الإعادة لشق وأشرت السترة أن تمنع لون البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي لا يحجب العورة ويكفي التطي إن لم يجد غيره ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها فلو كانت العورة ترى منهما في ركوئه وسجوده لم يكفي فيجب إما زر الثوب أو وضع شد عليه فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفأصلي في القميص قال نعم زرره ولو بشوكة رواه البخاري ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ماء يغسله به صلى فيه وأعاد وفي قول يصلي عاريا ولا إعادة عليه وكذلك لو حبس ولم يجد إلا ثوبا لا يكفيه لستر العورة وكان في مكان نجس صلى عاريا ولا إعادة عليه ويكره للمرأة أن تصلي وعلى وجهها نقاب إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يتحرزون عن النظر وخشية الفتنة وجب عليها وضع النقاب وحرم رفعه الرابع العلم بدخول الوقت لأن الصلاة لا تصح قبله فإن جاهل وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به والاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم أو بصياح ديك مجرب أو سماع مؤذن ثقة في يوم صح فإن كان في يوم غيم فلا يجوز لأن المجتهدى لا يقلد مجتهدى وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى فإن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعد الوقت صحت وإن بان أنها قبل الوقت قضاها ولو علم دخول الوقت بالحساب عمل به لو علم المنجم بذلك والمنجم هو العالم بعلم الفلك ومنازل الشمس والقمر والنجوم وبه يعلم الكسوف والخسوف وموقيت الصلاة والشهور وغير ذلك وليس الذي يرجم بالغيب كهؤلاء الذين يضربون بالرمل ونحوه فإنهم فسقه وزنادقه وصح فيهم الحديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما وفي رواية لمسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه الحديث الشرط الخامس استقبال القبلة في حق القادر لا في شدة الخوف ولا في نفل السفر المباح كما سيأتي بيانه لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة البقرة التسعة والثلاثون بعد المئتين والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة رواه الشيخان والفرض استقبال عين القبلة للقريب وجهتها للبعيد واشترط في مصل الفرض أن يكون مستقرا إلا إذا كان في نحو سفينة فلا يشترط ذلك لتعسر الخروج منها أو تعذره وعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له لاجتهاد وأما غير القادر فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده إن كان ثقة ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والعبد والمخبر عن القبلة قد يكون بالعبارة وقد يكون بالإشارة إليها فإن لم يجد من يخبره وكان قادرا على الاجتهاد اجتهد واستقبل ما ظنه القبلة وأشرت الاجتهاد أن يكون عارفا بأدلة القبلة فإن لم يكن عارفا بها قلد مسلما عادلا عارفا بالأدلة ومن الأدلة ما يسمى ببيت الإبرة وهي آلة حديثة تبين جهة القبلة وتسمى البوصلة جواز ترك القبلة في حالتين يجوز ترك القبلة في حالتين الأولى في شدة الخوف والتحام الصفوف في قتال العدو ويصلون حينئذ ركبانا ومشاه مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة الخمسون والمئة هكذا فسرها ابن عمر قال نافع لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواه مالك وقال الماوردي وقد رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة ولا يجب استقبال القبلة لا في حال التحريم ولا في غيره وإن كان راجلا قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه وليس له تأخير الصلاة عن الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها وهي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء الثالثة بعد المئة وموقوتا منجما في أوقات محدودة ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه وهذه الصلاة كما تجوز في قتال الكفار تجوز في قتال البغاة وقطاع الطرق وفي الدفاع عن النفس والأرض والمال حيوانا كان أو غير حيوان وفي حالة الهروب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه أو دين وهو معصر عاجز عن إقامة البينة أو قصاص يرجو العفو منه الحالة الثانية في النافلة في السفر راكبا أو ماشيا أما الراكب فلقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به رواه الشيخان وفي رواية للبخاري يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به أما إذا صلى الفريضة نزل عن راحلته لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رواه البخاري فلو كلف المسافر باستقبال القبلة لأدى ذلك إلى ترك الأوراد والنوافل أو ترك مصالح معايشهم وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى ثم هذا في من لا يمكنه التوجه للقبلة فإن أمكنه لزمه بأن كان الزمام بيده والداب سهلة لانقياد واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه رواه أبو داود بإسناد حسن وأعلم أن جهة المسافر قبلته فلو انحرف عنها بطلت صلاته وينحني للركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع للتمييز بينهما أما الماشي فإنه يركع ويسجد على الأرض وله أداء التشهد ماشيا لطوله كالقيم أما ركب السفينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك أركان الصلاة قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وشروط وأبعاض وهيئات حاشية الركن هو الشيء اللازم وجوده لتحقيق ماهية الصلاة فهو داخل في الصلاة وجزء منها أما الشرط وإن كان لابد من وجوده لصحة الصلاة مثلا لكنه ليس بداخل فيها حيث يسبق الصلاة كالوضوء مثلا ولهذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وإن كان يلزم من عدمه عدم المشروط وأما الهيئات والأبعاض فهما من السنن غير أن الأبعاض هي ما تجبر بالسجود والهيئات هي ما لا تحتاج إلى الجبر لازلت أولي قراءة الهامش قال ابن حجر الهيثمي السنة إما أن تجبر بالسجود مثل التشهد الأول في غير الصبح فتسمى بعضا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وإما أن لا تجبر به أي بسجود مثل قراءة السورة بعد الفاتحة فتسمى هيئة وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه والشرط كحياته والبعض كعضوه والهيئة كشعره انظر تحفة المحتاج في الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثالثة وانظر الإحكام للآمدي في الجزء الأول الصفحة المئة والغاية القصوى في الجزء الأول في الصفحة التاسعة والعشرين وانتهت الحاشية قد علمت أن الصلاة الشرعية تجتمل على أركان وشروط وأبعاض وهيئات فمن الأركان واحد النية وهي لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها غير مشروع فلا يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب وشرط النية الجزم بالمنوي وأن تقارن تكبيرة الإحرام والدليل عليها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة الخامسة قال الماوردي والإخلاص النية ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة فإن أراد أن يصلي فرضا واجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال وتعينها لتتميز عن سائر الصلوات ونية الفرضية لتتميز عن النفل ولا تجب في صلاة الصبي لأن صلاته تقع نفلا اثنان القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاطجاع لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب روه البخاري زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك لا يكلف الله نفسا إلا أسعها ويشترط في القيام الانتصاب ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزمه ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه وعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة ونحوها قال الشافعي هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة والاطجاع يكون على جنبه الأيمن ويجب أن يستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز عن ذلك أو ماء بطرفه لأنه حد الطاقة فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى بها وإلا أجراه على قلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليها أحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم ولقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحجر التاسعة والتسعون ومن أهم العبادة الصلاة فيجب الإتيان بها حتى يدركه الموت طالما كان فيه عقله ووعيه وأعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي ثلاثة تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر وصيغة التكبير الله أكبر لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه هذا في القادر على النطق بالعربية وأما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم أتى بالترجمة وإن كان يقدر فيجب عليه ذلك وإن كلفه السفر إلى موضع يتعلم فيه لأن السفر وسيلة إلى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أربعا قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الشيخان وفي رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب رواه الدار قطني بإسناد صحيح ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما ومثل الرجل المرأة وروا الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وفي رواية من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام فقيل له إنما نكون وراء الإمام فقال اقرأها في نفسك رواه مسلم عن أبي هريرة واعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة سبع آيات وعد البسملة آية منها ذكره البخاري في تاريخه ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها رواه الدار القطني وقال رجاله كلهم ثقات وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال أبو نصر المؤدب اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فالجواب أن المرادة قراءة الصورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين فإن قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تعين ذلك جمعا بين الأدلة ويتعين قراءة الفاتحة في حال القيام وما يقوم مقامه واستوي في قراءتها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته ولو لحن لحنا يغير المعنى كضمتا أنعمتا أو كسرها أو كسركاف إياكا لم تجزئه وتبطل صلاته إن تعمد وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وهذا في القادر على قراءة الفاتحة أما من لم يحسن الفاتحة حفظا لازمه تعلمها أو قراءتها من مصحف فإن عجز قرأ سبع آيات من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره قال النووي حديث حسن واشترط سبع آيات لأنها بدل عن الفاتحة فإن عجز عن القراءة أتى بذكر للحديث ولما روي عن ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمي ما يجزيني من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إن الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضل الفاتحة على غيرها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم أخرجه البخاري وأبو داود وعن أبي بن كعبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم بتشديد اللام أي تتعلم سورة ما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها السبع المثاني فاتحة الكتاب أخرجه الحاكم خمسة الركوع لثبوت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا سورة الحج الآية السابعة والسبعون وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ستة الطمأنينة في الركوع للحديث وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتد للخلق حتى تبلغ راحتاه ركبتيه فإن عجز أومأ بطرفه وأكمل الركوع وأكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصحيفة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجهها نحو القبلة جاءت السنة بذلك هذا في القائم أما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه أمام ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده وأقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه فلو وصل إلى حد الركوع ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة لأن حقيقة الطمأنينة سكون بعد حركة بمقدار سبحان ربي العظيم سبعة الاعتدال من الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما والاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حية مثلا فرفع فزعا منها لم يعتد به ثمانية الطمأنينة في الاعتدال لحديث المسيء صلاته ويجب أن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه تسعة السجود لقوله تعالى اركعوا واسجدوا سورة الحج الآية السابعة والسبعون وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا عشرة الطمأنينة في السجود لحديث المسيء صلاته وأقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه اسم السجود ولابد من تحامل حتى تستقر جبهته بحيث لو كان تحتها قطن لن كبس وظهر أثره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقر رواه ابن حبان في صحيحه فلو سجد على جبينه أو أنفه أو إمامته أو على كمه لم يكفي ففي صحيح مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا زاد البيهقي في جباهنا وأكفنا حاشية أي لم يزل شكايتنا انتهى وإسناده صحيح وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين من الجبهة خلاف فقيل بعدم وجوبه والصحيح وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه والعبرة بوضع باطن الكفين وبطول لأصابع القدمين ويكفي وضع جزء منها وإشترت في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد رواه أبو داود والنسائي وابن حبان أصححه ولو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزاءه لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهذا أولى ولو عجز عن السجود أومأ برأسه فإن عجز فبطرفه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم انتهى الشريط الرابع من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقية على الشريط الخامس الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الفقه الميسر نواصل القراءة في أركان الصلاة حادي عشر الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وفي بلواية حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان الصحيحان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا ثاني عشر الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين للحديث ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكل من هذه الثلاثة أركان للصلاة والمراد بالتشهد التحيات فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد السلام على الله السلام على فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله إلى آخره رواب الدار قطني والبيهقي بسند صحيح فقوله قبل أن يفرض وقوله قولوا مظاهران في الوجوب وفي الصحيحين الأمر بالتشهد وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له وفي ألفاظ التشهد روايتان صحيحتان رواية ابن مسعود ورواية ابن عباس فرواية ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورواية ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي قال الشافعي رؤية أحاديث في التشهد مختلفة وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها قال الحافظ سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره من نصح وأكمل التشهد أن يزيد على ما ذكر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأما وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلمعروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد روه الشيخان ومن عجز عن التشهد ترجمه سادس عشر التسليمة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وأقل التسليم السلام عليكم قال النووي قد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم وكان أكثر ما يقول السلام عليكم ورحمة الله سابع عشر ترتيب الأركان بالاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وقد صلى عليه الصلاة والسلام مرتبة أما نية الخروج من الصلاة فالصحيح أنها لا تجب سنن الصلاة قبل الدخول فيها سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئا الأذان والإقامة ومعناهما الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة وهما مشروعان بالكتاب والسنة وأجماع الأمة قال تعالى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُواً وَنَعِبَا الْمَائِدَةَ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ وقال تعالى إِذَا نَوْدِيَلُ الصَّلَاةِ الدموع التاسع وقال صلى الله عليه وسلم إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَا أُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ رواه الشيخان وفي رواية فَأَذِّنَا وَأَقِيْنَا ثم الصلاة المكتوبة إن كانت جماعة رجال مستحب الألام لها وأما المنفرد فقيل لا يؤذن لانتفاء الإعلام والصحيح أنه يؤذن لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخضري إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْبَادِيَةَ وَالْغَنَمِ فَإِذَا كُنتَ فِي بَادِيَتِكَ أو غَنَمِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَا فَارْفَعَ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه الشيخان ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما مستقبلا للقبلة متطهرا حسن الصوت وعلى مكان عال أو على باب المسجد وأن يلتفك يمينا عند حي على الصلاة ويسارا عند حي على الفلاح وأن يرفع صوته بالنباء وإن كان منفرد لحديث أبي سعيد الخدري وشرط الأذان الإسلام والتميز والعقل والذكورة والأذان يتعلق بنظر مؤذن لا يحتاج إلى إذن الإمام بخلاف الإقامة فإنها تتعلق بإذن الإمام سبب مشروعية الأذان والإقامة وسبب مشروعية الأذان مع رؤية عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول بي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طعف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس قال ما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إلى أقيمة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فسامع بذلك عمر وهو في بيته فخرج أدور رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد أرواه أحمد ويسن تربيع الشهادتين لما روي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة رواه الخمزة وأقال التربيع حديث حسنا صحيح ويسن التثويب في أذان الصبح وهو أن يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة يا رسول الله علمني سمة الأذان فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رواه أحمد وأبو داود ويستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحي علتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم والسمة الوقوف عند كل تكبيره بالسكون لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فترسل قال محمد بن عبد الرحمن في شرح التلملي الحديث يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحد وروا التلملي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر حاشية احذر بضم الدال وكسرها احذر أي أسرع انتهت الحاشية ويستحب أن يقول عند كلمة التفويض الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم صدقت وبررت صدقت وبررت ويستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان ثم يسأل الله له الوسيلة لما روى عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والنسائي والتلميلي وقال حديث حسن صحيح وزاد قالوا فما نقول يا رسول الله قال سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وعند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقامها الله وآدامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بلالا يقول قد قامت الصلاة قال أقامها الله وآدامها سنن الصلاة بعد الدخول فيها سنن الصلاة بعد الدخول فيها شيئان الأول التشهد الأول لما رواه عبد الله بن مالك ابن بجينة أو بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جنوس بين معقفتين أي جنوس التشهد الأول فلما أتم صلاته سجد سجدتين رواه الشيخان ولو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه ولم يتركه فدل على سميته وكيف قعد للتشهد جازا ولكن الافتراش أفضل وهو أن يجلس على كعب يصره وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة الثاني من سنن الصلاة بعد الدخول فيه القنوط في الصبح وفي الوتر فالنصف الأخير من رمضان أما في الصبح فلمع رواه أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله يقمت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه الإمام أحمد وغيره وقال ابن الصلاة قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي العمل بمقتضاء عن الخلفاء الأربعة وكون القنوط في ركعة الثانية فلما رواه البخاري في صحيحه وكونه بعد رفع الرأس من الركوع لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوط الصبح نعم في الصحيحين عن آنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع قال البيهقي لكن رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ فهو أولى ولفظ القنوط يتأبى بدعاء وثناء فلو قنت بآه تتضمن دعاء وثناء وقوصد القنوط كفاء ولكن القنوط بالوارد أفضل ومنه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وباركني فيما أعطيت وقمي شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه أبو داود والتنويدي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح قال الرفعي زاد العلماء ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعاليت وقد جاءت في رواية البيهقي وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك ويقمط الإمام بلفظ الجمع بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود والتنويدي وحسنه والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح ولها لأنه لم يثبت قاله البيهقي ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته قاله في الروضة أما القنوط في الوتر في النصف الثاني من رمضان فقد رواه التنميدي عن علي رضي الله عنه وأبو داود عن أبي بن كعب هيئات الصلاة وهيئات الصلاة خمس عشرة هيئة والمراد بها هنا التي لا تجبر بالسجود فليس تركها موجبا لسجود السهو الهيئة الأولى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول أن يرفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتين الأصابع مفرقة وسطة مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنه وراحتاه منكبيه وسواء في ذلك من صلى قائما أو قائدا أو متجعا وسواء في ذلك الفرض والنفل والرجل والمرأة والإمام والمأموم أما عند تكبيرة الإحرام فلما رواه ابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذوى منكبيه إذا فتح الصلاة رواه الشيخان وأما عند الركوع والرفع منه فلما رواه ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوى منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد رواه الشيخان والبيهقي وأما عند القيام من التشهد الأول فلما رواه نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود والنسائي ثانية هيئات الصلاة وضع اليمين على الشنال فعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا فيأخذ شناله بيمينه رواه التنبيذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشنال فالصلاة رواه الشيخان والنسائي والحاكم ووضع اليدين تحت السرة وفوقهما متساويان لأن كل منهما مرويون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة وقالت المذي رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه ابن خزينا في صحيحه وأبو داود والنسائي بلافظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد حاشية الرسغ والرسغ بضمن الراء وسكون السين أو ضمنها المفصل بين الساعد والكف المصباح الجزو الأول الصفحة الثانية والأربعون بعد المائتين انتهت الحاشية ثالثة هيئات الصلاة التوده وهو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلمة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وأنحياي عمماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة تكبر ثم قال ودهت وجهي إلى آخره ومعنى ودهت قصدت بعبادتي أو أقبلت بوجهي وحنيفا نائلا إلى الحق والنسك العبادة ولو ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعنب أو نسي لفوات محله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكته نيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت أمني أرأيت سكوتك بين التكبيرة والكراءة من تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه شيخان وأصحاب السنن إلى تلمذي وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم والدار قطني الرابعة التعوذ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النحل الآية الثامنة والتسعون وعن دبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه رواه بن حبانة لصحيحه وهمزه هو الذنون وأنفه الكبر وأنفه الشيار قال الشافعي رضي الله عنه وتحصل الاستعاذة بكل لطن يشتمل عليها والأحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ابن المنزل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره وقيل يختص بالركعة الأولى خامسة هيئة الصلاة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه فيجهر الإمام بالقراءة في الصبح والدمعة والأيدين والتراويح ووتر رمضان والأوليين من المغرب والعشاء بالإجماع ويجهر المنفرد أيضا لأنه غير مأمور بالإنصاط فأشبه الإمام أما المأمور فإنه يسر في الصلاة الجهرية والسرية لأنه مأمور بالإنصاط ويسن الجهر بالبسملة في ما يجهو فيه لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الحاضرة فلو صلوا فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر أما إذا قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فالأصح أن الأتبار بوقت القضاء فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا سادسة هيئة الصلاة التأمين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالبين فقولوا آمين فإن من واثق قوله قولا ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان ويجهر الإمام والمنفرد بها في الجهرية ففي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرر من قراءة أم من قرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدار القطني بإسناد حسن وصححه بن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين وكذلك يجهر المأمون قال الشافعي في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جغيج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى إن للمسجد للجه وذكر البخالي ذلك عن ابن الزبير تعليقا حاشية اللجه لفتح اللام والجيم المشدثتين كثرة الأصوات والجلبة القاموس الجزء الأول صفحة الثانية عشر بعد المائتين امتهت السابع قراءة السورة بعد الفاتحة في الصبح والجمعة وفي الأوليين من سائر الصلوات ما عدا صلاة الجنازة فلا يقرأها بعد الفاتحة والأصل في ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح رواه الشيخان وبأي شيء قرأ من القرآن كثأ سورة أو بعض سورة فعن قتادة رضي الله عنه في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو ردد سورة في ركعتين كل كتاب الله وعن عبد الله بن السائد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وعن كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عنده رواه أبو داود والدار قطني بإسناد قوي قال الرافعي لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت قال النعوي إن ذلك عند التساوي أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من السورة القصيرة فهو أولى وينبغي أن يقيد ذلك فيما إذا كان بعض السورة الطويلة يشتمل على معاني تامة الابتباء والانتهاء والمعنى وحيما إذن فلا شك في تفضيل ذلك على السورة القصيرة وكان صلى الله عليه وسلم يطيل ركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وإطالته في الصبح أكثر لأن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته أو تشهده ملائكة الليل والنهار ولأنه لما نقص عدد ركعاتها دعين تطويلها عوضا عما نقصته من العدد ولأنها تكون عقب النوم والناس مستريحون ولم يأخذوا في أسباب المعاش والدنيا والدنيا وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بنحو ستين آية إلى مئة وصلىها بسورة قرف وصلىها بالرون وصلىها بالشمس إذا الشمس كورت وصلىها بالمعاوذتين وكان في السفر وكان إذا سمع صوت الصبي خفف رحمة به وبأمه وكان يصليها يوم الجمعة بألف لامين تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين ولم يرد عنه أنه اقتصر على بعضها كما يفعله كثير من الناس اليوم فإنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم والحكمة في قراءة السورتين كاملتين لما اجتملت عليه من ذكر المدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك تذكيرا للأمة بحوادث يوم القيامة للعبرة والعظة أما الظهر فكان يطيلها أحيانا ويتوسط أحيانا أخرى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فأتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطللها رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وتارة به والسماء ذات البروج والسماء والطارق وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت وأما المغرب فكان هديه فيها أنه يطول تارة ولا يطول أخرى فقد ثبت أنه صلىها بالأعراء فرأكعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات ومرة بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ فيها بالتين والزيتون وبالمعاوذتين وكلها آثار صحاح مشهورة وأما العشاء فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ووقت لمعاوذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بن عمر بن عوف فأعادها لهم بعدما مضع من الليل ما شاء الله ولهذا قال أفتان أنت يا معاذ انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في هيئة الصلاة الهيئة السابعة قراءة الصورة بعد الفاتحة وأما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بصورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية كاملتين أو صورتي سبح والغاشية وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله صلى الله عليه وسلم قط وهو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وأن القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين وتارة سورة سبح والغاشية وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله تعالى وبهذا أخذ خلفاؤه الراشدون من بعده والآئمة الأقراء رضي الله عنهم أجمعين وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها إلا في الجمعة والعيدين وصبح يوم الجمعة روى أبو داود في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لأنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين سورتين في الركع إلا في النفل أما الفرد فلم يحفظ عنه ذلك الثامنة والتاسعة التكبير عند الخفض والرفع وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والأصل في ذلك ما راه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس روه البخاري ومسلم العاشرة من هيئات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وروا مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فقل في ركوعك سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجدت فقل في سجودك سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قال المعوردي هذا إذا كان إماما أما المنفرد فله أن يطيل من الذكر والدعاء من شاء لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء حديث صحيح وكذا الإمام إذا كان المؤتمون راضن بالتطويل وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وركوعه من الدعوات والأذكار فعن عائشة رضي الله عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه الشيخان وأحمد وغيرهم وعنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس الرب الملائكة والروح حاشية سبوح قدوس بضم السين والقاف أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بدلالك انتهت الحاشية وعن الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في هيئة الصلاة الهيئة السابعة قراءة السورة بعد الفاتحة وأما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بصورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية كاملتين أو صورتي سبح والغاشية وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفهمه صلى الله عليه وسلم قط وهو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم الخادية عشرة وضع اليدين على الفخذين في الدروس الأول والثاني يبسط الوسرى ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والغسطى والإبنى ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى أن يرفع السبابة عنده إلا الله لأنها إشارة إلى التوحيد فأجمع في فابك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها رواه ابن حبان في صحيحه وعن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته رواه أحمد ومسلم والنسائي الثانية عشرة يسمى في جميع جلسات الصلاة الافتراش وهو الجلوس على كعب اليسرى بعد فرشها وأنصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الجلوس الأخير التورك وهو الإفضاء بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمنى وهذه الكيفية ثبثت في الصحيحين وفي رواية للبخاري فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته الثالثة عشرة الدعاء بين السجدتين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجة معالي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وفي رواية التلمذي الرابعة عشرة جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وهي إحدى الروايتين عن أحمد الخامسة عشرة من هيئات الصلاة الدعاء بعد التشهد الأخير لما راض عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من التشهد ثم قال في آخره ثم من يختر من المسألة من شاء رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم واتفق عليه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فلا تعوذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم حاشية المسيح الدجال صاحب الفتنة العظمى قال ابن فارس المسيح الذي ينسح أحد شق وجهه ولا عين له ولا حاجب وسني الدجال مسيحا لأنه كذلك المصباح المنير الجزء الثاني صفحة السادسة والثمانون بعد السبعمائة انتهت الحاشية السادسة عشرة منه إيئات الصلاة التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسل معينينه وعن يساره روه مسلم عن ابن مسعود السنن التابعة للفرائض والسنن التابعة للفرائض تسع عشرة ركعة ركعتها الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها وثلاث بعد الإشاء يتر بواحدة منهم والمؤكد منا عشر ركعات وهي الراتبة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الإشاء وحدة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الإشاء وحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر رواه الشيخان ومن ذكر أربعا قبل الظهر فحجته ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما روا التنذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهم وفي رواية رحم الله مراء صلى قبل العصر أربعا قالت المذي حسن وصحه ابن محبان وركعتان بعد الإشاء رواه ابن عمر وركعتان قبل المغرب لما روا البخاري صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء وفي المسلم كاموا يبتدرون السواري بها إذا أذن المغرب حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما المؤكد من النوافل وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح أما صلاة الليل فقد أجمعت الأئمة على استحبابه قال الله تعالى ومن الليل فتهدد به نافلة لك التسعة السبون من سورة الإسراء وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون السابعة عشرة من سورة الذاريات ما يهجعون أي ما ينامون وقال تعالى تتجافى ذنوبهم على المضاد أن يدعون ربهم خوفا وطمعا السادسة عشرة السجدة وكان قيام الليل راجبا ثم نسخ وفي الحديث عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين قبلكم فإنه داء بالصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهنة عن الإثم رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري وفي الخبر أيضا من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المطيعين لله المخلصين رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم وأعلم أن وسط الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال صلاة جوف الليل ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون الثمنة عشرة الذاريات ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تبسين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحادية عشرة الشورى ويكره قيام الليل كله لأنه مضر بالبدن كما جاء في الحديث وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه رواه الشيخان وأما صلاة الدحى فلقوله تعالى يسبحنا بالعشي والإشراق الثمنة عشرة صاد قال ابن عباس رضي الله عنهما الإشراق صلاة الدحى وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال عصاني خليل بثلاث صياني ثلاثة من كل شهر وركعتين الدحى وأن أوتر قبل أن أنام زاد البخاري لا أدعهن وأقل الدحى ركعتين وأكثرها إثنتى عشرة ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إن صليت الضحى إثنتى عشرة ركعة دان الله لك بجتا في الجنة رواه البيحقي وضعفه قال النووي أكثرها ثمان ركعات قاله الأكثرون وروه الشيخان من حديث أم هانئ ووقتها من حين ترتفع الشمس قدر رنح إلى الاستواء وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها وأن أعقد الإجماع على ذلك قاله غير واحد وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حاشية إيمانا تصديقا واحتسابا يريد به وجه الله انتهت وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلوها لوالية وصلوها معه ثم صلى في بيته بقية الشر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها واستمر صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة أمم ثم رأى الناس وصلوا لها في المسجد فرادة واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أبيض مكابا رضي الله عنه ورضب لهم أشدين ركعا وأجمع الصحابة معه على ذلك وإنما فعل ذلك عمره لأنه لافتراض والطرويح سنه للجال والنساء فعن عرفجة قال كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجل إماما والنساء إماما فكنت أنا إماما النساء وتؤدى بعض صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين ويمتد وقتها إلى آخر الليل والأفضل أن تصلى ثمان ركعات اقتداء برسول إليه صلى الله عليه وسلم روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ثم انتظروا في القابلة فلم يخرج إليهم ورأى أبو يعلى واتظر عنه بسند حسن قال جاء أبي بن كعب إلى رسول إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء قال وماذاك يا أبي قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا فدل ذلك على مشروعية الثماني ركعات فعلا وتقريرا وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة رواه الجماعة أما القراءة فيها فلم يرد فيها تحديد والمطلوب الاعتدال في القراءة فلا يقرأ بما يشق على المصلين وخصوصا في الليلة القصيرة إلا إذا رضوا بالتطويل فإنه يطويل قال أبو ذر قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور والأفضل أن لا ينقص في القراءة عن ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ولا يزيد عن ختمة خشية المشقة على المصلين ما يقال عقب الصلوات واحد يسمى للمصلي إذا فرغ من صلاته أن يمسح على جبهته ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن أو يمسح على رأسه ثم يقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن وهذا وإن كان ثبتا من طريق ضعيف ولكن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال ثم يقول أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبعك تياذا لجلال والإكرام رواه الجماعة إلا البخاري ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لقوله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك إلى آخره رواه أبو داود والنسائي وابن خزين والحاكم وقال صحيح ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إن الله وحده لا شريك له إلى آخره رواه أحمد والشيغان خمسة ثم يقرأ المعاوذات لقول عقبة بن عامر حاشين المعاوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهن أحد انتهت الحاشية لقول عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعاوذتين دبر كل صلاة ولفظ أحمد وأبي داود بالمعاوذات رواه أحمد وأبو داود والترنذي والنسائي ستة وله أن يقرأ آية الكرسي لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة المكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي والمحبان سبعا ثم يسبه ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تماما مئن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لقوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسعون وتسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه أبو داود والشيخان أو يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة لقوله صلى الله عليه وسلم خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قريل قالوا وما هما يا رسول الله قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت مطجعك تسبح الله وتكبره وتكبره وتحمده مئة فتلك خمسون ومئتان باللسان وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليل ألفين وخمسمائة سيئة قالوا كيف هن يعمل بهما قليل قال يجيو أحدكم الشيطان يجيو أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حالة كذا وكذا فلا يقولها ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها روه أبو داود والتلمذي وقال حسن صحيح ويسمى أن يقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيديه الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات لقوله صلى الله عليه وسلم من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيديه الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات وغفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل نكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه بين معقوفتين يهلكه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عمل إلا رجلا يفضله يقول أفضل من ما قال رواه أحمد وروا الترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير ويسمى أن يقول كذلك بعد صلاة الصبح اللهم أجرني من النار سبع مرات وبعد المغرب اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار سبع مرات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مبت من يومك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحداً من الناس اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إنت من لولتك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار رواه أحمد وأبو داود وأوى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلحني ديني الذي هو عصمة أمري وأصلحني دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد المرأة تخالف الرجل في أشياء يستحب للراكية أن يمد ظهره وعمقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعمقه حتى لو صد على ظهره ماء لركد قال الشافي ويجعل رأسه وعمقه حيال ظهره ولا يجعل ظهره محدودبا وينصد ساقيه ولا يطاطئ برأسه لأنه يدلح كدلح الحمار لما ورد في الخبر حاشية دلح الحمار مشيه بالحمل وقد أثقله متعطئ الرأس انتهى وهذا قدر مشترك بين الرجال والنساء لا يختلفون فيه أما الذي يختلفون فيه فهو أشياء الأول الرجل يستحب له أن يزافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله روته عائشة رضي الله عنها والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها الثاني والرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فارج بيناديه حتى يرى بياض إبطيه رواه الشيخان والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها الثالث ورجل يقل بطنه عن فخذيه في السجود لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فارج رواه مسلم وفي رواية لأبي داود كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها حاشية البهيمة بالتصغير الأنثى من صغار المعز انتهى الرابع ورجل يجهر في موضع الجهر كما مر ديانه أما المرأة إذا أمت غيرها من النساء أو صلت منفرده فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة رجال الأجانب لكن دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب الخامس ورجل إن نابه شيء في صلاته كتنبه إيمانه وإن ذار أعمى سبح والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفث إليه وإنما التصفيق للنساء رواه الشيخان وفي رواة للبخاري من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله وإذا سبح فليقصد الذكر والإعلام وتصفيق النساء أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر ولو تكرر تصفيق المرأة بتكرر سببه لا يضر وكذلك التسبيح عورة الرجل والمرأة عورة الرجل حر كان أو عبد ما بين سراته وركبته لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا زوج أحدكم آمته عبده أو أجيره فلا تنظر أي الأمر إلى عورته والعورة ما بين السرات والركبة أخرجه البيهقي ولقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد هاشير جرهد بجن وهاء مفتوحتين انتهى عطي فخذك فإن الفخذ عورة رواه التلمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم لعني رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت خرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم واعلم أن السرات والركبة ليست بعورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة والطواف والإحرام لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزوارك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الأحزاب التاسعة والخمسون وقيل إن الوجه والكفين ليس بعورة مطلقة وإن حرم النظر إليهما لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور الحادية والثلاثون قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر وقد رآها تلبس ثيابا رقاقة إلى أسماء إذا بلغت المرأة الحيضة لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه وأما الأمن ففيها وجهان الأول وهو الأصح أنها كالرجل لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمن لآل أنس رآها قد سترت رأسها وقال آت تشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته ورقبته كالرجل الرجل الثاني أن يبدو منها في حال الخدمة وهو الرأس وراقبه والساعد والطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعصر عليها ستره وما عدا ذلك عورة انتهنا الشريط الخامس من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عاشور وللكتاب بقية على الشريط السادس الوضوح الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من كتاب الفقه الميسر مبطلات الصلاة مبطل الصلاة بأحد عشر شيئا واحد بالكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أم لا لما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبة حتى نزلت وقوموا لله قانتين الآية الثامنة والثلاثون بعد المئتين سورة البقرة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود إن في الصلاة لشذول ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي وقد شمت عاطسة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أخرجه مسلم فلو تكلم ناسيا أو جاهلا بالتحرين لقرب عهده بالإسلام أو بدره الكلام بلا قصد أو غلبه الضحك فلا تبطل صلاته لعدم تقصيره ولقوله صلى الله عليه وسلم عفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه روه الطبراني في الكبير ولحديث معاوية المذكور فإنه تكلم جاهلا ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولو غلبه السعار والعطاس فلا تبطل صلاته ولو ظهر منها حرفا للغلب ولأنه لا تقصير منه في ذلك ويعذر في التنحنح لتعذر ركم قولي كالفاتحة والتحيات ولا يعذر في التنحنح لجهر لأنه سنة وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقميد وتكبيرات الانتقالات فلا يتنحنح لأجل ذلك إذ لا ضرورة إليه اثنان العمل الكثير المتوالي كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات فإن ذلك يبطلها والأصل في ذلك الإجماع ولأن العمل الكثير يغير نظم الصلاة فإذا لم يتوالى العمل لأن خطى خطوة ثم سكت مقدارة مأمينة ثم خطى وهكذا فلا تبطل الصلاة وكذا العمل القليل لأنه في محل الحاجة ولأن ملازمة حالة واحدة متعسر بخلاف الكلام فإنه لا يعصر ولهذا ضطلت بالكلمة دون الخطوة وقد سئل صلى الله عليه وسلم في مس الحصى إن كنت فاعلة فمرة واحدة رواه مسلم وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب وأدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وأغمز رجل عائشة في السجود وأشار لجابر وكل ذلك في الصحيح وشرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل الصلاة ألا تتفاحش فإن تفاحشت كالوثبة الكبيرة أبطلت الصلاة لأنها منافية للصلاة واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر وإن كثرت وتوالت لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع أما لو جر كفه ثلاثا على بدمه يهترش فإن صلاته طبط إلا أن يكون به جرب لا يقبل معه على عدم الحك فيعذر ثلاثة بالحدث عند كان أو سهوى وسواء سبقه الحدث أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضع وليوعد صلاته روه أبو داود وقال تبنهي حسن والإجماع منعقب على ذلك في غير صورة السق أربع بحدوث النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه لوجود طهارة الثوب والبدن والمكان كما تقدم فإن وقع عليه نجاسة فانحانها في الحال لم تبطل صلاته والوشم حرام للنهي عنه فتجب إزالته إن لم يخف ضرراً يبيح التأمم فإن خاف لن تجب إزالته وتصح صلاته وإمامته ولو داوى درحه بدواء النجس أو خاطه بخيط النجس أو شق معضعاً في بدنه وجعل فيه دمع كالجبر بعظم النجس لا يجب نزعه وصلاته صحيحة خمسة بانكشاف العورة لوجود سترها في الصلاة كما تقدم فإن كشفها عمداً بطلت صلاته وإن كشفتها الريح فاستتر في الصلاة لم تبطل صلاته وكذا لو انحم إزاره أو تكت لباسه فأعاده في الحال ستة تغيير النية كأن والخروج من الصلاة لأن من شروط النية بقاءها وقد زالت وكذا لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر ولو قلب فرضاً نفلاً مطلقة ليدرك جماعة المشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك أما لو قلبها نفلاً معينة كركعتين الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعين وكذا إذا عزم على قطئها بطلت في الحال لأن موجب النية الاستمرار إلى الفراغ منها وكذا إذا شك هل يقطعها أم لا بطلت أما إذا عرض التردد بالبال كما يدري ليم وسوس فلا تبطل به الصلاة سبعاً استقبال القبلة أو التحول عنها ببعض صدره بغير عذر إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد اشترط في صحة الصلاة استقبال القبلة ثمانية وتسعة الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به فالصلاة أولى ولأنه بالأكل والشرب يعد معرضاً عن الصلاة إذ المقصود من الإبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة ورجوع إلى الله تعالى والأكل والشرب منعقض ذلك فإن أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كالذي نشأ بالبادية فلا تبطل به الصلاة إذا كان قليلاً أما إذا كثر الأكل والشرب فتبطل به الصلاة مع النسيان أو الجهل لأن الصلاة ذات أرعال منظومة والفعل الكثير يقطع ونظمه بخلاف الصوم والمكره على الأكل والشرب كغيره تبطل صلاته لندرة الإكرار عشر القهقها وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطل صلاته لأنه هنا في العبادة بخلاف المغلوب على أمره وشرط البطلان في الضحك إذا بان منه حرفان فإن من لبن فلا تبطل لأنه ليس بكلامه هذه عشر الردة وهي قطع الإسلام إما بشار كالسجود لصنم أو قول كأن فلث أو اعتقاد كاعتقاد عدم يدول الله كافر في الحال وبطلت صلاته وأعلم أن من ابطلات الصلاة تخلف المأموم عن إمامه بركنين فاليين عنده كأن تأخر عنه بالركوع والرفع منه وكذا لو تقدمه به ما عليه عنده لفحش المخالفة وكذا تبطل الصلاة بابتلاء مخانة نزلت من رأسه إن أمكنه مدها ولم يفعل سجود السهوي وأسبابه تعريفه السهوي لغة نسيان الشيء والغفلة عنه واصطلاح الغفلة عن الشيء في الصلاة وسجود السهوي بشروع للخلل الحاصل فيها سواء في ذلك الفرض وكذا النفل على المتعمد ضعبطه وضعبط سجود السهوي إما بارتكاب منهي من عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قاود في غير محل على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قاود محاجب أو ترك قراءة محاجبة أو نشهد محاجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهوي بعد تدارك ما تركه فإن تذكر ذلك هو في الصلاة أتى به وتمت صلاته وإن تذكره بعد السلام ولم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو وإن طال الزمان استأنف الصلاة من أولها وفي طول الزمان قولا أحدهما يرجع فيه إلى العرف ثانيهما ما يزيد على قدر ركعه ولا فرق بينه يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد واستجبر القبلة وذوله لا يفعل ذلك وهذا كله عند تيقن المترك أما إذا سلنا من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركع فلا ينزمه شيء وصلاته صحيحة بخلاف ما لو شك في الصلاة وهو فيها فإنه يبني على اليقيم ويعمل بالأصل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجرتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان روح مسلم وهذا في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوى ولو تقن المأموم تشهده أنه ترك ركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة ولا يسجد لسهو لأنه شك في حال اقتدائه فيتحمله إمامه وأما الأبعاد وهي السنن التي ليست من صلب الصلاة كالتشهد الأول والصلاة على المدين فيه والقنوط في الصبح وفي النصف الأخير من رمضان فإنها تجبر بسجود السهوى عند تركها سهوى لوجود الخلل الحاصل فيها بسبب تركها والأصل في التشهد الأول ما روه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول فساجد قبل أن يسلم وقيس عليه الباقي قال الغزالي في عمة القياس إنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة فلو ترك واحدا منها وتلبس بالفرد فلا يجوز له أن يعود إليه وإلا بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسية أو كان أقرب إلى القيام منه إلى القعود لا يذوذ له العود إلى القعود وسجد لسه فإذا كان أقرب منه إلى القيام قعد وسجد لسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائنا فليجلس وإن استتم قائنا فلا يجلس وسجد سجدتي السه روه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة وإذا ترك القنوة وتلبس بالقعود فلا يعود إليه وإلا بطلت صلاته إذا كان عامدا عالما بالتحريم وسجد سجدتي السه وهذا في قنوة الصبح والوتر الأخير من رمضان أما قنوة النوازل فلا يسجد للسهو في تركه عمدا كانت ترك أو سهوة وأما الهئات كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ودعاء الاستفتاح ونحوه فلا سجد لتركها بحال عمدا أو سهوة ووجه ذلك أن سجد السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف وقد ورد في بعض الأبعاد كالتشهد وقسم عليه ما هو في معناه لتأكده وبقي ما عداه على الأصل وسجد السهو محله قبل السلام وضعت التشهد لما تقدم للعوايتي البخاري ومسلم ولما روا ابن شهاد قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وسجد السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتان منفلة الأوقات التي تكره فيها الصلاة حاشين كراهة تحريم كما في الروضة أو تنزيه كما في التحقيق والفرق بينهم أن كراهة التحريم تقتضي الإثم وكراهة التنزيه لا تقتضيه والفرق بين كراهة التحريم والحرام مع أن كل منهما يقتضي الإثم أن كراهة التحريم ما ثبتت بدليل ظني يحتمل التأويل والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قيس وعلم أن الأصحة القول بكراهة التحريم وعلى كلا القولين لا تنعقب الصلاة في هذه الأوقات لأن منه عائل إلى الصلاة وهو يقتضي الفساد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة انتهت الحاشية الأوقات التي تكره فيها الصلاة الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها خمسة ثلاثة تتعلق بالزمان وهي واحد وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح اثنان وقت الاستواء حتى نزول الشمس حتى تزول الشمس ثلاثة عند الاصفرار حتى يتم غروبها وحدث ذلك ما رواه مسلم عن وقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حاشين تضيف بفتح التاء وتشديد الياء أي تميل انتهاء وسبب الكرامة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها رواه الشفائي والمراد بقرن الشيطان قومه وهم عباد الشمس الذين يسجدون لها في هذه الأوقات وقيل إن الشيطان يبني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجب لها ساجدا له وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل وهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ويستثنى من أوقات الزمان وقت الاستواء ليوم الجمعة وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل وقد علّل عدم الكراهة بأن النعاسى يغلب في هذه الأوقات فيطوضه بالتنفل خوف من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس كما يستثنى من أوقات المكان مكة زادها الله تشريفا وتعظيما لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا الميت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار رواه التلمذي وغيره ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف الأولى خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة وأما الصلاة التي لها سبب متقدم عليها فلا تكره في هذه الأوقات كقضاء الفوائت من الفرائض والسنم والنوافل التي اتخذها الإنسان ورد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال هم اللتان بعد الظهر رواه الشيقان وكذلك لا تكره الصلاة التي لها سبب مقارن لها كصلاة الجنازة وسدود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وأما التي لها سبب متأخر فإنها تكره في هذه الأوقات كصلاة الاستخارة وركعتين الإحرام صلاة الجماعة الأصل في مشروعية صلاة الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك سورة النساء الآية الثانية بعد المئة أمر بالجماعة في الحرب فعند الأمن أولى وهي فرض عين في الجمعة وأما في غيرها ففيه خلاف القول الصحيح أنها مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفض بـ 27 درجة روه الشيخان وفي نواية البخاري بـ 25 درجة حاشيه ولا تعارض بين الحديثين في ذكر العدد لأن العدد لا نفهم له عند الجمهور الإحكام للآن دي انتهت الحاشية فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين إذ المفاضلة تقتضي ذلك فلو كان أحد الأمرين منوعا لما جاءتها به المفاضلة وقال بعض منهم أنها فرض كفائة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بب لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن حدان والحاكم وقيل إنها فرض عين لقوله صلى الله عليه وسلم لقد همنت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالنس ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه الشيخان ورد بأن هذا كان في المنافقين وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق وأن ما كان منه مجرد همن فقط وعلم أن الجماعة قد تتعين لعارض كما إذا رأى إماما راكعة وعلم أنه إذا اقتدى به أدرك ركعة من الوقت فلا يصل من فردة وقد تحرم الجماعة فيما إذا رأى إماما جالسا في تشهده الأخير وعلم أنه لو اقتدى به لم يدرك ركعة من الوقت وإن صنع من فردا أدركها والجماعة تحصل بصلاة رجل في بيته مع زوجته وغيرها لكنها في المسجد أفضل وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا في خالتين الأولى أن يتعطن جماعة القريب الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا والفاسق كالمبتدع فلو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركع وهو أبو داود واجهد دليل أنه صلى الله عليه وسلم عمم في السجود فيشمل السجود الأخير واعلم أن المأموم لا يكون مدركا للركوع إلا إذا اطمأن مع الإمام فيه لأن الركوع بدون يطمئنان لا يعتد به فانتفاء الطمأنية كانتفاء الركوع فلا بد أن يطمئن في الركوع قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع وهو سكون بعد حركة وذلك بمقدار سبحان ربي العظيم وشرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم لإتمام مع التكبيج لأن التبعية عمل فافتقرت إلى المية فدخلت في أموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالميات ويجوز للحر البالي أن يقتضي بالعبد والصبي أما جواز الاقتداء بالعبد فلما روه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمر بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين روه البخاري ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية الرابعة الثلاثون سورة النساء ولقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله وقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تأمن امرأة رجلا رواه ابن ماجه واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري والنسائي والتملي والإمام أحمد عن أبي بكرة ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بدجال فتنة ومن ائدم بالمرأة فقد ولها أمر صلاته وأما اقتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمين وهو هنا من لا يحفظها ففيه قولان أظهر هنا أنها لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا والأمين ليس من أهل التحمل وإذا اقتدى به في صلاة سرية صح الصلاة ولا يجب البحث عن حاله وإذا اقتدى أمي بأمي مثله صح باقتداء المرأة بالمرأة وشرط صحة الاقتداء العلم بصلاة الإمام ويتأكل عين بمشاهدة الإمام وبسماء صوته أو صوت المبلغ عنه وأن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الموقف لأن المقتدين به صلى الله عليه وسلم لن ينقل عنهم أنهم تقدموا عليه وأكد المقتدون بالخلفاء الراشدين ولا تضر المساواة ولكنها مكروحة ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة أما المستديرون بهم فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام وعلم أن الإمام والمأموم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه الثالثة أن يكون خارجه أما الحالة الأولى فيصلح فيها الاقتباء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت سواء حال بينهما حائل أم لا وسواء جمعهما مكان واحد أم لا حتى ولو كان الإمام في منارة والمأموم في بئر أو بالعكس صح الاقتباء لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة وأما الحالة الثانية وهي أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه صح الاقتباء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا معتبرا الحد من آخر المسجد واشترط العلم بانتقالات الإمام كما تقدم الحالة الثالثة وهي أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد فإن كان في فضاء فيجوز الاقتباء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا على الأصح لأن الواقفين في الفضاء يعدان في العادة مجتمعين ولأن صرط الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافة وأما إذا كان في غير فضاء بأن كان الإمام في دار والمأموم في دار الأخر اشترط لصحة الاقتباء الاتصال ليحصل الربط بين الإمام والمأموم بالاجتماع لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترطنا الاتصال وعدم الحيلولة لأن الحيلولة تمنع الاجتماع ومن شرط صحة الاقتباء توافق نظم الصلاة فلا يصح الاقتباء مع اختلافه ويصح اقتباء مؤد بقاض وبالعكس ومفترض بمتنفل والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كالمسبوق فيتم صلاة بعد سلام إمامه ومن شرط صحة الاقتباء أن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه وأن لا يسبقه بركمين فعليين وأن لا يتخلف عنه بهنا بلا عذر عالما بالتحرين وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة بخلافنا إذا كان ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك ركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة ويسمى أن يقف الذكر ولو صبيا عيومي الإمام وأن يتأخر عنه قليلا بالاتباع واستعمالا للآداب إذا جاء ذكر آخر أحرم عيساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بالصبيان فخنافا لاحتمال أنوثتهم فنساء وذلك للاتباع ويسمى أن تقف إمامة النساء وسطهم فلو أنهن غير امرأة قدم عليهم وكلها لمأموم انفراد عن صف بل يدخل الصف إن وجد ساعة فإن لم يجد ساعة أحرم ثم بعد إحرامه يجب إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسمى للمجرور أن يساعده ويجن معه ويجوز للمتعدل أن يأتم بالمتيمن الذي لا إعادة عليه وبناسح الخف ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرى بموته قاعدا وأبو بكر والناس كانوا قياما وأن يأتم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره خلفه وإنما صحت لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر